موسيقى ايه ما جبتوا لنفسك يا رحاضك انت هو انا بقى هعرفك ازاي ما تردش السلام عليكم اهلا يا فاني ايه للحكاية يا حضر الزبط الصوت اتجاي بالاخر الشارع واضح ان الريان دي من نرفزينك على الاخر ايه اعترفوا يا باشا خدوا مبارا ايه جبار قدام انت هو بدي ملطش فيه ملط! تمام يا فاني تمام يا فاني خد الباني يا باشا دي عربة طاجية ورا لازم اتعاقوا معام بشتك ده اه ده اه ده اه ده حضر التنقيم انت متجاوز مش كده وايه علاقة ده بشغلنا يا فن يا ترى خلفت او لا لسه انا مش فهم ساعتك توصه ده ايه انا اصلا قريت قبل كده ان علاقة العنف والتوتر العصبي بالحالة الانجابية للراجل انا متأكد انك لما بتروح بيتك بتتعامل مع اسرتك ومع المدان بتاعتك بنفس العنف اللي بتتعامل بيه انا في الشغل يا فن بساعاتك جهة تدخل في حياتي وده ما ينفعش اسمع منتساكت يا حضرت الزابط واضح انك انت فاهم شغلك بطريقة خطأ تتعامل مع الناس غلطة وانا قبل ما ارفع تقرير عن اداءك المهني بصفتي رئيسك للوزارة حبيت ان انا اقعد معاك واتكلم معاك بصورة ودهية احنا هنا حضرت الزابط ما احناش في قدارة مكافحة المخدرات بنتعامل مع مهربين وبلطاجية احنا هنا في اسمه بوليس بنتعامل مع ناس مدنيين ممكن يكونوا قريبك وقريبة ناس عاديين تسعين في المية منهم بيكونوا مظلومين جايين يستنجدوا بيا وبيك عشان نرجع لهم حقوقهم ما ينفعش بقى ان احنا نقض نلطش فيهم وانزعق لهم عن فاضي والمليان يا فن دون الحبتين انا بعملهم كده عشان انجز والحبتين دولة يدوك الحق انك تلطش في الخلق انا عايز اسألك احنا اي ضابط مننا لما بيتقاعد او بيتصاب بيشتغل ايه؟ اشتغل محامي تمام لاننا في الاساس رجال قانون وانت جواك كده شوية افكار مقتنع بيهم انهم صح وانا بقولك ان ده غلط وهيدرك في بداية مشوارك وانت اللي حتدفع التمن ده انت يا راجل من عصبيتك ما قديت ليش التحية وانا داخل انا اسف يا فن اقعد يا عاصم انا مش بتمنظر عليك ولا عايزك الدرك لكن اللي انت بتعمله ده غلط واخد بالك انت اللي هتدفع التمن جسمك هتصاب بكل الامراض اوعيدك يا فندي من افكر في الكلام ده وانا متأكد انك زابط كفة وانك هتطبق القانون من النهاردة كراجل قانون مش كشرطي متسلط فهمت سعد شوف يا عاصم اسهل حاجة ان احنا نقدر نعز بالناس لغاية ما يعترفوا والاعتراف سيد الادلة زي ما انت عارف لكن الزابط الشاطر هو اللي يقدم المحضر بتاعه للنيابة مستوفي للشروط القانونية انت الشابانسون معي تعال من الشابانسون عشان تهدي اعصابك ونبعت نجيب الناس دي نستجوبها بداوة القانون هل تشوفوا سعدك يا ليلة سودة يا بنت المجنونة عايزة تخليف ازاي بنتي واحنا في الوضع ده طب اعمليها بس كده وهناتفنك هنا في قلب الشقة خلاص يا راجل يا شملول اتجوزت الله احنا متنايلين بنعمل ايه؟ ما نعمل لك ايه يا زيزو حموت واخلف ابلي مقطع برضو خلاص روح اتقدام لي اعمل فيك ايه بقى اخنوقك اخنوقك عشان اخلص منك أصغيرة قاتلة موتي موتي عشان اخلص من زلت هقول لك عاجل بزمتك ودينك لو روحتك جوزت واحدة هتلاقي احلى مني هلاقي ايه؟ هتلاقي وحدة تنغلشك وتغلص عليك زي؟ لا ما هتلاقي وحدة تدلعك وتغلي مزاجك زي؟ بقى انت عملة الصحة وزيادة نطسك اه اذا س ofereع رايح فين؟ عندي حاجات كتير عايز اعملها لا استنى عايزك في موضوع مهام عايزة ايه يا ساتي اخد عدي اللي حاجات دي لقد لما اروحكوا ببيتاني عصير واجي ايه بني اكتري يا بني ايه ده الفلوس دي مسروعة ولا ايه يا بيت سبع ولا دبع مالس مني يا معالي مالس منك مالس منك فاني حطة يا له لا تنتقالي ولا انت متعرفش تتكلم قال لما انديلي رفعك بالمثدث عشان تخبص علي وقالك ايه بس يا معالم المعالي مين ده اللي قالي هالا عنا بتهيقل ان الوقت زيزو اديك قرشين في مش عارف تنتق اطلع الطبانجة وفراجها فيك عشان ترتاح يا بمو مهتم ورزي على الله بس والله العظيم يعني والله العظيم يا معالم ما كن يخضر في بالي ولا يخضر في بال اي من ادم في الدنيا الموضوع بقالة ايه يا له طلع تجري مخدرات يا ريت يا معلبي يا ريت حاولك على كل حاجة يا معلبي بسيو النبي وحيات ابنك عاصم يا باشي ما تزعل مني في اللي حقوله يا معلبي موحيات ربنا ما تقولي يا دوقعت قلبي زيزو يا معلبي دي الوقتي مع الست سنة مشاق الجوز يا معلوم داخل انت بقى علي بالقرشينات فاكرانا هتخط ولا ياكش تكوني فاكرة فلوسك دي فلوس يا بيت ولا انا محتاجهم ماشي يا اخوي ماشي يا عم المستغن طب وروحمة امي ما هم راجعين يا بيت انا اصلا شاكلك في الفلوس دي وانتي بصراحة ربنا مش عارفة تفاهمين الفلوس دي مسروقا من ابوكي ولا جايباهم منين بالزبط هقولك يا زيزو عشان اخلص منك الفلوس دي اللي سابها لي بهلول قبل ما اخش للسجن ها قالوا كده الفلوس اللي سربواوا من بأهلوا ودخل باهم السجن ماشي الماشي مابتشتغلش في الفلوس مسروة يعني حض الله لو النبي ليك بس في الحب الحرام دي حاجة ودي حاجة ولا عايزة حياتي تبقى كلها يشمال طب هقولك على حاجة خدهم مني قرض وسددوا على مدى الحياة يا زيزو نفسي يكون ليا حتة قد كده جواك يا بيت ده انت الحتة كلها لا والنبي صحيح او ربنا يا نهاري سويد ده انت الحب والموب والاسد والدوم ايوة كده دول معايا بقى واسبني يا زيزو اتدحلب كده لغاية لما عسكر جواك غيرش انت بس اللي ساعات بتقوم معقر ومعاصلك معايا مين ده اللي يعقر ويعاصلك لا انا في الحاجات دي بقى مطيق طعم يا ايه مرقيتش للشرف يا ابن الكلب يا ده عسكر ابويا والنبي لا ارمي المساكس مالو قد تشرف سكه ده ده جوزي انتم بتتحكوا علي ايه انا بتعملوا ايه قالت لك جوزة يا معلم جوزة ازاي وهي متجوزة يا ابن المجنونة ما تكيب الورقة يا بنت وانا رقيت ايه اللي هتجدها انتوا هتجنلوني اتلقتي يا ابا والله العظيم اتلقتي رفعت علي قدية واتلقتي للضرر وطلعني من السجن اخراسي خالص اسمع بقى يا معلم هتفتجهش ان انا خايف من التبنى اللي في بديك بنتك مراتي انا ما عمد لش حاجة بضط لو خلصت علي انا مش هستفيد حاجة لو دحتك هتبقى بجلاجن هاتين بالاصل وعندي منهم صور كتير اوي ممكن يغرقوا شارع عبدالعزيز كله بعدان يعني يقولك لو واحدة من دورة حتلبنك للباشا صابت حيتجوزني شارعي ابا والله العظيم حيتجوزني شارعي انا اتلقتي راسي 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 عرفت اتوتي راسي قدام الكلب ده عرفت تلتقى في البيان با نتبلغ صنعا نتبلغ وللوم لا اقعد ما لك شون طالي 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 اباوية ما تتكلم يا سنين وقع من طوله فينهم بسبب ايه؟ مش لما يقوم بالسلامة الاول وبعدين نبقى نسألوه وقت سودك بس يا حميتي قال له احنا في المستشفى منفعش نعمل له اذا حق كده ياما بقى نطلع كلنا بره رد عليا رد عليا ده احنا ملناش حد غيرك احنا ولا نسف اده كاتر قاله ايه؟ قاله سكره علي فجأة ودلوا لأدوهي اللازمة وان شاء الله هايبقى كويس يا رب بلغتي جوزك ولا لسه معرش بلغته بصوف مأموري واسبت له خبر ابا رد عليا يا ابا ابا سبيه بقى في اللي هو فيه مش عايزين مناحة اياك بس ما تكونش السبب انت ومي ده وقت الكلام ده دلوقتي يا كريمة والنبيه ده بس تعالي معايا سانا ابو الراهنة تعالي كده يا زيزو تسيبني كل ده الوعدي ابو يا كوه بيموت اوعى تعملها فيه وتسيني مش وقتها سنة انا دفعت مصري في المستشفى ولغوست ايه حاجة بعتيلي يلا خليك جنب ابوكي زيزو هتجنبه قلتلك خليك جنب ابوكي يلا سانا كبت ليعلك داخله إن اللي بينك وبين سانا خلى الحاج الشرشاب يقع من طوله يجع المستشفى تعالي الميد دادة ما يخصكيش وني جيت أعمل واقبه خلاص لسه بعرفك من عينيك يا زيزو بعرفك لما اتتوه وما تلاقيش حاجة مقنعة تقولها اهيتوها اللي بتتكلمي عن هدلك نصب كبير قوي فيها لما تروح بيتك بص في مرايتك هناك في شقة عاصم واسألي نفسك ازاي القلب اللي ده طعم الحب ممكن يتأجر مفروش لأول واحد ممكن يدفع حتى لو كان من غير خلاو لوبنا الوقت ده كان بيعمل ايه هنا جيدة فعمصاري في المستشوى ابو يا فين دلوقتي ايه ده بس كده بابا كويس هناك مش هنا يا عظم يا بابا عمدل على سلامتك يا بابا تعيش يا دنايا ويخلي كل بعض هو بقى في خير وان شاء الله شوي كده وهيروح معانا ايه ايه ابو حمدل على سلامتك شده وتزولي حق عمدل على سلامتك يا حق انا فيه شرشاب انا فيه انت في المستشفى بس انت كويس ما تقلقش الساشفة الساشفة ايه الحمدل يا رب العلامة يا حق يا حق الحمدل على سلامتك يا حق قولي ايه مش جعان مش عايز تاكله ولا ايه حاجة اه خليهم روحوا هلجي انت عاد معانا عوزك اه يلا يلا جمعك كله روح هنقع مع الحق يلا انا هعد معانك يلا قولت كله يروح يلا يا لبنة يلا سلامتك الف سلامة يا الله زي زوجي المستشفى ودفع الحساب اه شكرا يا حبيبتي ايه ايه يلا يلا روحوا بقى يلا بنتي هعمل لك فرخة شمرت واجيلك اول الصبح ما يطلق وحقق كله لك بنتي شرشاب انا مش جايلي قال بس سيبك هنا لبحتك وروح ومعدين قلتلكوا سيبوني بقى خلاص خلو يستراه سيبوا يستراه يلا يا بنتي يلا اه 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 بطل عادي ستقولي ايه اه بطل قول ما انت بخير هارا بخير قولي لحد قولي لحد لو حد دايك في الشارع انا محي من على وش الدنيا اه افني شارع عبدالعزيز زي ما فيه ناس قصرة وكويسين فيه فرام برضو وناس وحشاوي كده بقى يا حجي بقى فيه حد دايك انا لسه شايف انا عزيز هنا قولي لو ليه داخل باي حاجة ما تخبيش عليها يا حج لا 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 خالص دا حتى طلب مني طلب كده وانا لسه ما ردتش علي طلب ايه حج طلب ايه دغتك ازاي حج ازاي حج العزيز بلا دي في الجرق وتعمل كده يا حج اه هو هو بقى بقى كويس دلوقت و وبقى مقرش يعني فلوس ايه حج فلوس ايه حج اللي اتغرق العهل واطيا دي يا حج انت غلطان انت غلطان انت غلطان لما طلعتش مسدس بتاعك ووديته طلقتين في دماغه عشان تفاهمه ما يتجرقش علي الناس النظيفة وبعدين يا حج ازاي يتجاوز ولا يطلب ايد بنتي متجاوزة ممكن تتطلب الله طب لما انت موافق والموضوع جاء على هواك كده يا حج ايه اللي وقعك من طولك لا يا ابو انا اصابك كان جاي عشان يحط باترين التليفونات عندي بقى فانا بعد مدتهم له جابت قوي هو عيني في عينه وهو واشه في الارض كده حسيت بتوقها وزغلالة هي هي جات لقبل كده مرتين بس ما كنت زي كانت زي المراتي طب ما تقولي يا حاج انت متضايق لي دلوقتي ما تخبيش عليا يا حاج في حاجة أقولي متضايق تعبان يا بي حسيت ان انا كبرت عايز حد يشيل ما كان تطمنون يا حاج وقالونا ان انت بقيت زي الفل شدها شدها وفزول ان شاء الله طول طول بكت بصحة وعافلة وعزل اما اما انا بصحة وعافلة ربنا خليك ليا حاج من مجرك ولا حاجة تكلمين رجي عليا ربنا ياخدك عشان اخلص من حارك ممكن افهم ماشيك على حل شعرك بوصلك لايه هي امك اتطلقت بسببك وابوكي هو مرمي في المستشفى وكرماتنا كلنا بقت تحت جزمة الكهربائي مستنينه ياختي يرد علينا ويعطف علينا اللي ما حتى رجي يجي بالكذب يقول لابوك انه عايز يتجوزك عشان يبرد ناره حرم عليك حرم عليك منك لله يا بنت بطني منك لله يا سلام خلص ياما والنبي عايزة ان يحضب على نفسي شوية جزة هو اللي عبره عشان ترتاح كنت عملتها من زبان كنت عملتها من ساعة مقفشوك مع الكلب ده الكلب اللي ربنا ياخده ما تقفش اكتب ما تعيطش واشي قوليلي رج عليك ما تسكوتيش عايز جوزني ياما والله العظيم حيجوز واكتب اللي ما حصيبه غلما يكتب علي يا 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 سلام لسه يا بنت عايشة بالامل لسه نستنيا يجي يتجوزك تجوزك ليه ما خلاص ما انت عملت معاه العمايل بتاع بالنس اللي مططلق الناس ولذ الحرام عايزي يجي يتجوزك ليه ما خلاص خلاص يا سلام اقولك روح يا بنتي روحش حتي ولا اقولك اجنا معاكي اعيط له والطبله على خضودي عشان يمكن يوافق يكلمني ولا اللي احسن من ده كله هتبوك الرجل الكبير الكبارة كبير الحصة كلها يبوس على ايده وعلى رجله عشان يقبل يسطر بنته عشان يقبل يسطر بنته انا عايز اعفهم الوقت لو كان عايزي يجيوزك من زمان كان اتجوزك مجوزكيش ليه دايه دلوقتي رج علي وفاهم كنت بذبك بذبك ياما وراي عكا بتنهبب الهبابنا معاك انت وازاي وفاهم انت بذبك ايه انت بذبك ايه انت بذبك محدش قادر عليك خلاص قلاص محدش قادر عليك لا لانا حقدر عليك وهجيب رعاكتك تحت جذبتي واخلص عليك انت عيا بنت انت عيا فاهمي حملت كده ليه ليه يا سناه معلس ياما والنبي معلس خلاص ياما عزين خاطر يا بنتي انا لو رحمك ابوكي مش هيرحمك ليه ابوكي اكيد حيقول لي اخوكي الصد وحيجي ترى بك رصصتين واخلص عليك وفدحتنا هتبقى بجه بس بقولك ايه ما تخشش بسدرك اوه احنا لسه بينجس السود لا 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 انا زعلان منك اوه حاجة الشرشان تخش المستشرة وتقعد اسبوع متجر ما نعرف طب كنت اقعد جنبك يا اخي بعدين والله العظيم ان انا كنت فاكر انك مسافر تجيب دعم من برد لا الف سلامة يا اخوة الله يسلمك الحمد الله ده احنا روحنا وارجعنا بالسلامة وربنا يكرمنا بحق جهنمي بقولك ايه الباترينة بتاع تلوات زيزو وعملت رجل للشارع خصوصا بعد التكسير اقول الحمد الله الرجلي تمشي شوية في الشارع بس انا مش عارف انا نفس اتطمن عليك يا حاجة انت عامل ايه كويس الحمد الله شوية طعب وارهاق وبعدين الضغط علي يعني يعني ايه بقى انت بترسم علي ايه مش عنروح الاخن نشد أنفاس ولا ايه ولا خالص انت سلمت النمر وجبت زياج يعني احضر المساعدين ها 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 ها! و الله يحظك قنديل خناص بقى مفروض العلالة الجداد بقى هما اللي يبقوا فهمين إيه اللي هيحصل بقى ونسلمهم الرئاد إحنا عملنا اسم الشارع عبدالعزيز ومصر كلها بقى بتيجب فيه بركة فيهم هما بقى لا 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 متقولش كده احنا هنفضل كبار الشارع وبعدين متتنساش لسه مادر يا رهي قدامنا مشاوي مشاور ما يظهر خلصة حج عنديل انا شاف حج الوات زيزو والفاترينة موجودة عنده ورا لا امان ما جابشه قاعدة هنا ليه زي ما احنا متفيه عارف الوات زيزو ده يا حج هو ده بقى العيله الجداد اللي انت بتقول عليه هو اللي هو بقى يحط في ايده التراب يبقى ده او الله ازي ما بتكلمك كده يعني الوات ده مرزق بشكل غير عادي يا حج كل وقت تقولوها اداني يا حج طب حج عن اذنك بقى ايه بقى انت قاعد الله كرمك سلام عليكم اه السلام بقولك يا عطيه اعبين احنا اوعى رقبت يا حج حج والله العظيم تلاتة انا الوات وانت ما كنتش اطوعات في اللي انت بتقولو ده حج بس طب اعمل ايه انت لتلاتة مين يا حج يعني اتأجر حتة في المحل ابتاني انا اول مرة يا اخوي اسمع الكلام ده الله وانا مؤجر هنا عند المعلم انديل فاترينا ايه ومالكش ولا ايه والله يا اخوي انا عارف الموضوع بس لما كنتش اعرفه ان انت مؤجر قديني قلتلك سر كمان اوه بقولك يا زيزو انت مش عندلك محلك جاي يتأجر عند الناس ليه يا زيزو بس انا وامو اخذ انا احب الخير يا عم على الجميع وبعدين شوف محل صاحبك من ساعة محطة الفاترينا وهو ما بيوينش زبايا اسأله وهو يسمعك العجب ليه يا اخوي الساحر بقى ولا الحاوي لا السر كله في عفرة العلبة الجديد ايه؟ الموبايل الموبايل المحمول بقولك يا زيزو انا اخوي اللي هي في عفرية العلبة ولا في عفرية السد انا كفاية علي يا ابني شغلي بس انا غطيه اجري يا عم علام وانا بقولك اتفع جنيه لانا هاخد منك فاترينا هنا ولا فاترينا للنحياد ولا للنحياد وهدفع عرضية اول كل شهر هتقفش فلوس وكان الله بالسر عليم يا السلام وتدفع ايجار عشان كده بس يا زيزو يا سيد انت وافق بس وردة ورزق ورزقك على الله بقولك يا زيزو عشان لاجزب عليك ولا تتعدني معاك على كل اللي هوافقك علي يا زيزو تحط باترينا برا على باب المحل هنا لكن جوا المحل مستحيل ماشي توكلنا على الله والي يا سيدي مقدم كمان ماشي والله يا زيزو انا بتعجبلك اولي يا عمي ما احنا سايبين العالي السريحة طول النهار رايحة جاي على رصيد عمر حد فينا طلب منهم ايجارة انت رجل طيب وقلبك قبيض صابعك ما ازاي بعضيها الله بس انا المواز يعني لي يا شرط طلب يعني رجاء تنورني يا زيزو القبطي لو قررت يعني في اي يوم انك انت تأجر حتى كده من المحل حق انت فيها يعني ما يطلعش بربايا بص يا زيزو كلمة شرف لو فكرت في يوم الايام حد يحط بضعف محالي غير بضعت انا مش هيكون حد غيره كده كله تمامي اعملنا الاداية وده الوصل الوصل بقى ده اختفز بيه عشان ده اللي يثبت ان انت ليك هنا فروس عندنا تمامي باشا ايه تبصلي كده ليه بصليه الشكلك ايه فرح يعني كل بفضل ربنا وبفضلك يا زيزو اه قل لي بقى عايز ايه عايز حاجة تاني ولا ايه عشان انت كده معطر الناس وانا هو قتي مش هيسمح بصراحة شوف يا سيدي انا عايز لك تحول لي مبلغ كده من حسابي لحساب واحد حبيبي بس كده انت تقومي باشا قول لي اسم حبيبك ده ايه بالكامل وعايز تحول له كام بالزه مئة الف جنيه مئة الف جنيه كامل نكتب عندك اسم عبيبك ايه بقى عبيبك وانا قدي لك اسمه وليد عبد الرحيم فضل مبتو ايه المئة الف جنيه دول حقك في ورثة بوك اذا كان الورثة كله على بعضه ما يجيش نص المبلغ لك وبعدين يا يا زيزو انا حق منك اخدته مليون مرة تعليم ومصاريف ووظيفة فضل ايه تاني بقى فضل كتير وبعدين يا اخي مواناصيبك دخل معنا في شغل ودار وكبر وعدل مئة الف جنيه وزيادة كمان ممكن تكتبني صغير ايه اه طبعا ايه 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 المزام المزام ايه شا عايز حاجاي انا عايز سلامة كنت عايز ايه اقلص ماشر شوف يا سيدي اه انا عايزك تسيب مئة الف جنيه في الحساب بتاعي وتحول الباقي كله على البنك اللي بتعامل معه برده تمام حاضر بس ما قلت ليش ليه يعني ما ما فيش انا سايف راكيب بطاعة السوق خلاص عالي في طريق المحمود وانا عايز اقفل حنفية بقى من مصدر طب مات ماشتيها صفقة بنص الفلوس يعني بقلاش الفلوس كلها اصلي دي مخاطرة ورزكي مش قليل بصراحة يزيزه ربك هو ستار اتوكل انا عالله بقى واشوفك بعد ما اتخلص سلامي احلى باش محاسب في الدنيا دي كلها قلت ايه عم لطفي قلت ايه بس ايه عايز بشفاه كمراه مالا شرحك من الصبح عم لطفي خدلي كده حتفاترينة هنا جنبك سوية حط فيها شوية محمود على جنب كده بقضي فاترينة على باب المحل وباب رزق جديد بقى ترزق انا بقولك التليفون الجديد ده اللي ناس بتسمو ايه الموباين ايه؟ الموباين الموباين ده الموباين ده مالو انتشر او في شارع عب العزيز دعني فيه فاترين كتير والناس مسكاة ما هيني سمعت مالو تمنو غالي او الكابو الناس الناس جابت فلوس دي كلها من البتاع ده هو غالي بس الغالي تمنو فيه المحول ده عم لطفي هيكسر الدنيا يا سلامي اه هيفرض مثلا ان انت هموز يعني ماشي في الشارع وبعربيتك هاتلت بتعمل ايه؟ بالتليفون تيجي من الميكانيكي تنجز مثلا ان انت عايز تتطمن على لوبنا وهي مثلا في الشارع هي ايه بقى على التليفون عايز تكلموا عادي حبيبك تنجز ايه مصلحة تقضيها وقتي وقت ايه؟ اه قلت ايه بقى عشان ننجز انا معي الفلوس وممكن هدفع لجرد الوقت اه اه هسألك سؤال تاني فاضل ليه لما الخناقة دايرت هنا في شارع عبدالعزيزي تقريبا كل المحلات الكسارت تقريبا يعني مش ما يعني هنا المكتبة بتاعتي دي تفتيكل ليه؟ النار ما تحرقش مؤمن يا راجل يا راجل عزيزو تعز فيامني يعني ان انا المؤمن الوحيد في شارع عبدالعزيزي لا لا مش الفكرة عاملوط في المؤمنين كتير ما انت عندك اقول حسيني وعماد وعم علام كلهم الناس بتراعوا ربنا في اكل عشها عشان كده ربنا بيستروا معاه ها هنأجر انا فلوسي جاهز اه هي اللي الصفر والحيطان الفاضية بقى اللي هتمين في شارع عبدالعزيز بص يا ابني انا لو كنت عايز اجر ولا بيع كنت بقى من زمان بقى لدوت ولا لدوت انما انا زي ما تقول ما ليش تقل على الفلوس يعني اقول عليا ان انا انتيكة دقاء قديمة اقول اللي انت عايز تقول وبعد انا مش مش مختنع قوي بيعكات اللي بتاع الجديد ده يعني ايه ممعاوز اي حد اكلمه في التليفون يعني ما شوفوش يعني طب زمانا ما حد عايز يعني اتطامن على حد ويروحوا لحت البيت ويخبط على بابه ويطول في فوش ويشوف عينيه ويعدي اسمع صوته واشربه قهوة وما انا اختصر ده كله ان انت بتقول عليا ده ما هنفعش يا ابني ما هنفعش انا هعيش هنا ما موت هنا زي ما انا كده ماشي ما اقلني مش مقتنع يعني بس فقر فقر اعمال وطفي وانا موجود وتحت امرك سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته الظاهر اللي قاعد هيشوف العجب في شارع عبدالعزيز ده هو ده بقى اللي حشيل الليلة دي كلها هنشوف يا زدانبي لا ده هو الدبور ودماغه هتعجبك اوي ولما تجرى بيه صح مش هتعرفه تشتغلي من غيره وبعد كده طب هو اسمه ايه اللي انت جايبه ده صاحبك اللي انت هتعرفني عليه النهاردة معاي يعني سيولة تحل المشكلة بتاعتي زيزو لو اقتنع بالموضوع هيجيبلك سيولة زي ما انت عايزة انت طبعا عارفة تقنعية بص يا زدانبي انا ليه يا ناصرة هشوفه كده وابص علي لو عجبني ايه؟ يا بسيب موضوع الاقنع ده علي مسار خير اهلان يا عبد العزيز بيه هشياكة دي كلها والله يا بشا خايفة اقولك كنت ناهم بيه اللي حسن تزعل قدملك روان هاني ببا وان صغر وان صغر ايه؟ بتفتكر ايه؟ لما اخذها باش اصلي اشابه بقلب الافلام في دماغي اصلاها عاملة كده زي النجمات الامريكان جاي من مصر كده سياحة وفنادق I like your way مين؟ عجبتني طريقتك الله يصلح حالك عبدالعزيز بيه رجل عمال شاي جدا وبيفهم في كل حاجة والحاجات المالوش فيها بيلقطها كمان كده تلميزك يا باشا وأفضل طول عمر تلميز صغير في الأكاديمية بتاعتك هو إيه المصلحة بقى؟ مش بقى إنت مالك فيه إيه داخل أكتب بمونت مفيش نوع نتعرف على بعد شوية نتكلم، ندردش بص بقى الهانم عندها ليك مشروع طحفة خرق سياحية تحت الانشهاد اه وطبعا فيه مشكلة في السيولة ما أنا فاهم بقى ما ولو ما فيش مشكلة هتشارك واحد زي ليه ده الهانم لو شاورد كده بصبع البهوات البلد كلهم يتمنوا إلا إذا كانت دوري بقى مرشحني ومزكيني جامد شابوبا يعجبني زكاك هوا فعلا زي دام بيه مرشحك موت وبيقول فيك بصراحة قصاية شاء بس أنا عندي تحفز واحد بس عشان تشتغل معي بصي بقى زيزو حشيل عنك كل التحفز ده اموري أنا بصراحة موقفي حساسة ويميني في شغولي السرية التامة انت عارف الجرائد ما بسيبش حد في حالو خاضص اليومين دون ده بخلاف علاقاتي ببعض الناس المهمة عشان كده بيتحطم علي السرية التامة والسؤال دلوقتي هتقدر على ده؟ ساعتك ولك إني سمعت حاجة بس أنا كمان لمواغزة يعني ليه تحفز وقنا نقدي كده يعني يتيم ايوه؟ نفتح الموضوع ده لما ارجع من السفر أنا هجيب قد يومين كده بأمر الله او ماي جاد على فكرة أنا بحب السفر موت وكل صحابي بيقولون ان انا مسلية جدا في السفر وفرصة نتعرف على بعض انت كمان بتعمل البزنس بتاعك وأنا عمل شوبينج يا خسارة ماليش حظ سفر معاكي أصلا أنا يعني لمواغزة مسافر السعيد وعازة بقى ونسوان بتصوت ونظام انت ملكش فيه بس يومين كده ولما ارجع بأمر الله بقى تحت الامر والدوري بيه بقى قدر يجبني بتليفون صغير قد كده زي النهاردة لا اما انا ماينفاعش اصلاها مسئولية طيب اتواكر انا على الله بدينا كلام مع بعض بعدين بقى ها ماشي ماشي سلامي تصبعه على خير ماشي سلامي ايه فيه ايه اللي حصل وقح ما عجبنيش بالمرة بقصي بقى اخوان بلا احبه وبلا اقراهو الراجل دع مع اسولة وهيحب في شاركك قوي بس انت براحة عليه اوه هو وقت حريص كده وبيفهم كويسه كمان يعني انت بتدافع عنا عشان حبّت الحيوان ده وغلطت معاه حبّته حاجه وغلطت حاجه تانية الحب ده حق لأي واحدة في الدنيا متجوزة بقى متطلقة لو سنقل يا حق تحب بالوقت ده يبقى انت كمان لكي حق وأي واحدة في الدنيا انت بتحبيني يا عصر؟ انا بقى اللي لازم اسألك السؤال ده لبنى بتحبيني؟ ادرت نسيك حياتك قبل ما نتجوز؟ قدرت اعمل قلبك؟ انت شايف ايه؟ انت شايف ايه؟ انت شايف ايه؟ السلام عليكم حقا انا مبادر يا حق عايزة جي لك بتكلم معاك بس كنت مستنكي عني تروح اوه ده انا سمع احنا قبل اي حاجة هنيه عايزين ننسى الماضي عشان العبد اللي جاجلت ورسول الله نيتي خير قبل اي حاجة تليك امانة عندي قبل اي حاجة امانة عشان لو عايز تضربني من نار اعملها لو كان الوصاص يصلح على الكسر مجدش احد غير البياب وانا جاي اقولك ننسى الماضي ونرجح حبايب بقى زي زمان معالي ما انا طالب منك يعني نماغذة عني تحط البترينة بتاعة المحمول بتاعتي عندك ويا ريب بقى ما ترفضش المراضي صدق انا صدق انا كنت فاهم انك جاي عشان تطلب ايدي البنت دي وتنقذ سمعتها اللي دمرتها هي يا ابوها اتاريت جاية تشفى فيها تاني عاستشوف ضحيتك قدامك وصلت لوقيت فيها اي حاج والله العظيم انا مكسوف منك يعني انا النهاردة لو طلبت ايد بنتك فحموتها كده اكيد حترفض ويعني انت مش تايه اخوها بيكرهني قدي ايه وبتعامل معي ازاي وبعدين يعني انا هيخص عليه ايه لو روحت عند المأزون كتبت ورقتين واخد بالك وبعد كده روحت انطلقها هنكسى بيه امشي اطلع برا برا تبقى لسه زعلان مني ومعجبكش الكلام امشي اطلع برا اطلع برا قبل ما خلص عليك ما انت لسه اايل ضرب النار مبيحلهاش انت لسه عايز مني لإيه يا عم انت تبقى انت اللي كنت اعتار مع اعطية يا عم احنا مش عايزين نشوفهش سكينة في المحل ربنا ايهندك يا عم انفع كده معالي ايوه ينفع مش عايزين نشوفهش هو يعمل حق لا يقرب في ايهدك يا عم يا عطية وصلني مش قادر اهدأ انت يا حق ربنا ايهدك رب سلامة حق ربنا ايهدك يا زيزو ازايك عاصم بيه انت معايا عاصم انت معايا عاصم من دخولت هنا يارا ايه اللي جبك انا ايه انا اسمي عبدالعزيز تعرف انا لو شفتك هنا تاني هعمل فيك ايه اعملك عشان تحترمني اعملك عشان تعاملني على اني بني ادم زي زيك وانت بني ادم ياه انت برص انت عارف انت لو خروف استخسر فيك الرقصة اللي ضربتها لك قبل كده ودفعت ديتها يبايع دمك مش وانا مش هرد عليك وعشان تعرف ان انا بنقصول فضل اقرى الورق دي عشان بس تفهم انك لسه في ايد انت واهلا انا اسمي انا اسمي اوه ده ف hormone ايدي! لكن انت حتيت و faceت انها بتهد و stickF و... زي ما هي حبته مادش تنسى لغاية دلوقتي ولوله ما كانتش جوزتك ولا هو كمش ورايك شو بتي عمل في ايه؟ موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 ايه اشتركوا في القناة 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 دي خبرة داخل فيه اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا حول الله يا رب نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر بتسأل ليه؟ نانسي قنقر ملحة نانسي قنقر ايوه؟ نانسي قنقر نانسي قنقر ايوه؟ 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 ايوه اللذيك تحثنت قوي من القاعدة في السجن ايوه game ايوه؟ مس beber PRASG ايوه مهم تخرجي انا مش عايزين انشف منظرك كدا ايوه؟ هم مجبح انت حبيتني؟ وانا عمار عشان احاذ بوحدة رد سجون زاية ردسجون ايو؟ على فكرة زن زنا بتاعتي بعد ما اخرجت بمزار السياحي واتفضل ب menus فرحة من هنا كفاية فرج عليها المcopter ايوه؟ يا بابتي قولي كام الله؟ بس خليك إحنينا قولي لحد الأدنى مش أنت تروح تتدبسي وأنا عد ما أنا يزيزو مش عايزة وردتك معاي كفاية وردتك معاي فقار يا سيدتي أنا بقى بسطات في الماء العكر يعني مش جاي أنقذك ولا حاج مش أنت لسه شركتي خلاص هتفع لك الفلوس ونفض الشراكة هو أنت عارف أصلا تتصرف النصيبك اللي أنت اشتريته عشان تحط عليه نصيب أنا كمان يعني أمشي أنت حر سلاة استنى اتنين مليون ونص كم؟ اتنين مليون ونص وأنا دفعت وبأمر اللي لما تخرجي ورجليك تشيلك أنا تحت أمرك يا سلام ده قلم النصيب بكتير طبعا يا سيدتي ما القرية كلها تحت أمرك ابقي شرفين أنت والحاج يعملوا عندنا ديوز آي نعم انت انتهازي وبتستغل المعاقف بس ما حبك يا نيوز مش يا صحبي أحسن آه ما الحق ابعتيني لواحد بتتسقي فيه معاته وكيل منك يمضي مكانك ويقفش الفلوس بس يجي وردها هنا سلام يا سوالي ما تقولي بس يجي بدايقك الوقت جالك يمكن ست مرات وانت برضه رافع والشارع كله ركب فترين محمود إيه اللي أنا يا ندي إيه اللي أنا وللوقت ده بالذات برضه لأ طب إيه اللي مزعالك؟ مخاب علي إيه قولي لو كان راجل بصحيح كان عارف إن فيه كبير لازم يعتذر منه ويتحقله لكن للأسف هيفضل عيل وهيصغرني معاه يا معالي ما أفهم بقى العيال دي زمان إيه اللي زمان نحن خالص ولا أنت نسيت زمان كان اللي أبي بدناه وكده نسحله ونسحل أبوه وكل عيلته والغاراة كلهم لكن العيال دي لقى العيال دي حاسة إن هي عملت نفسها وملهاش كبير زر عشتواني أرغم إنهم خارجين من داحت ترسنة لكن إنسى مش كده قولك يا حج إحنا ما نقوحش بقى ونمشي مع البوجة بص المعرض عمد إزاي بزمانة كده منظر صدقني صدقني لازم نجيب فترينة محمول نحطها مش هيحصل يا أنديل طب لما أخذ حاجة يعني وأنا عارف إن انت ما بترفضليش طلب يعني حاجة لي يا بقى أنا أنا عايزة أجيب فترينة محمول أحطها عندك في المعرض انت بتدحكي علي يا أنديل مش هتاخد البضاعة اللي انت وخدها منه تحطها عندي روح قولي الواطي لبلاش الواطي مين يا حاجة؟ يعني عايكون من غير روح أقول له روح لعامك الشرشابي واعتذر له ويطلب منه السماء ماشي عايزة بشغلني مرسال بينك وبينه ماشي عشان انت حبيبي بس عطيها بيعدي عليها في المعرض لا يا حاجة عطيها مش هيعد عليك في المعرض يا أنديل واربوك سبني متسرب زي ما احنا عايزين ماشي حاجة ماشي مع السلامة من غير مواغزة كده يا حاجة انا عايزة أعرف بس حضرتك مش موافق ليه ان احنا نشتغل في المحموع ده الشارع كله يا حاجة سابل أجهزة كهربائية ونقل على المحموع دهوجة وهبت على الشارع محلو يا عطيها روح لأنديل ولا بزيز والشغل معاهم هنا لأ لا يا حاجة انا مقصودش الكلام ده انا بس بتكلم في المصلحة يعني صلاحة روح انت عطيها ماشي يا حاجة فيكل معهد يا سلامة عايزة كامل سمعا مش عايزة فلوس يا ابا عايزة رضاك لو كان يهمك رضايا ما كنتش عملت اللي عملت سيبك مني انا امي فوق عيانا ما بتخفش عيانا من يوم ما طلق ضعب ده بطلع بص علي دي مستنيك من يوم ما شهور العدة خلصت عشان خطر يا ابا مش لما نكتب عليك انت الاول يا ابا بقولك امي عيانا لو كان ينفع كنت تبرت منكم لكن هعمل ايه تا لحم لحم وقاعدين على كتاب لحم وصابة وحطر هعمل ايه هتبرى منه ما ينفعه ربنا يريحني منكم ولا يريحكم مني عشان هخلص شفت اخوك الفالح بقيت ليه صور صوروا مع الهانم ما لما بعتلينا فلوس مستدد دي الدين اللي علينا تلاقيها يا هلا هي اللي بعتاهم عشان تقولينا يعني ان احنا كنا غلطانين لما رفضنا الجواز همم يا بنت كان ليه في التليفون او بعتيله حتى الهواب ولولو بعتنا الفلوس حتى لو بالقصت حاضر يا ابا انا هكلمه بس انا بقى يعني جايلك النهاردة عشان اقولك خبر هيفرحك اوي انا فيه خبر واحد بس اللي عايز اسمعه هو ده اللي طمن عليك نفس اسمعه ما هو ده الخبر اللي انا جاي اقولهو لك ايه ده؟ حصل حصل يا بابا وانا لسه جاي من عنده الدكتور وقالي ده عد الشر شابحة الجنن بقولك ايه هو جوزك كان معاك لا ما كانتش معيه انا هطلع البيت دلوقتي استنيه عشان اقوله ربنا سانيك يا بنتي ادعيلي بقى يا بابا فاضلي تسعة دوشهر متبطلش فيهم دعا يا حاضر ده ساني والله طول عمر بدعيلك يا ابنة والله العظيم بدعيلك ان شاء الله ستجيبه لحد اليوت في السباية ولا لا او تجيبي الشر شابي لا تزعل مننا ربنا هيكرمك ان شاء الله يا بنتا ان شاء الله يبنتا يا ده مع السلامة مع السلامة يا حبيبتي مع السلامة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جلات التليفونات مخطوطها يا للا يا سيدة الخادر ندي على وصل المنا وستصومت عمدوا على ايه اكتر وقتها دي بقى لا يا عم احنا مش لازم يعني ناخد وصل امانة منك بالدروس اللي احنا سلمناها لك ولا ايه يا بركة بقى بنا صحة والحلاوة دي بسم الله ما شاء الله تغيرنا كده وتنطعنا وبهنفلنا انت مش بتستلم وصل الامانة بتاعك بتاع البيضاء اللي انت سلمت امانها اه صحيح اه بس موضوع وصل الامانة والشيك والبصمة دي حاجة كده مش حاجة مش حلوة يعني انا حاس ان انا وقف اسم يعني بتاعيش عميات بعدين الحركة دي مش هيك مش هيك بسم الله ما شاء الله ما احنا اختلافنا خلاص اميس هواي وانتردان الجراش انا ودلع دلع خلاص عمالي نابلوس بعد العزير والتنشيف والتبليل بقى لازم يا باشا لازم دي لازم تتوجد السكة ما بين الزبون والبيع وبقى انت بكتبتش كده يا عميات ايه اللي حصلنا بقى انتوا اللي غيرتونا بقى بعدين بتاع بقى الراجل اللي عاملنا مصطعب نقول منها ايه بقى عليكم ايه 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 امر ابركة جبت الخطوط جبت الخطوط ووردت تامن القديم بس انا عايز بقى اطلق منك طلب ايه عايزيني قاية كل حاجة في الدفاتر اول باول عشان نسلم حساباتنا المزبوطة على المحاسب القانوني ونخلص خالص من حوالي الدرايب ده خد 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 انا تعالي وكالي معادك انا روح اوو في المحل الجديد يلا يلا تكلوا على الله عد يقت علاء تاكل على الله انت لسه هتبقى التاكل على الله انت بتقليش ليه بس واحد متكلم معايا وش واحد عندنا شغل موينة غاقش حدرا خلص بس كاليدنا يا اما واليد ما اتعملني حلو يا عام ده احنا واكلين عيشوا بقا بقا يا حاضر المحل الجديد اللي هناك ده لشايفة اه احنا فتاحنا محل جديد تخيل؟ روحوا اصيبة يلا يلا تكل على الله تاكل ماشي باقولك ايه عايزين نعمل رفريش للإيميل مشوف الناس دي بعتت الإيميل ولا لا لان كده تخرجت ثلاثيان شفت بقى شفت بقى ان انا كان معايا حق لما قولت لكم ان الناس القديمة سالكين عن الناس دول ومحترمين في موعدهم ايوة بس كده سعرهم احسن باقولك ايه احنا عايزين نسخة ويندوز شرعية لان بتاع المصنفات بي ممكن عاملين مشكلة دولا كلمت مكتب زدان الدولي كانوا دلوقتي اخدوا الكمبيوتر بالشغل اللي علينا ما تقلعش هشوف انا عمى موضوع ده قولي بس احنا عندنا هنا بضعات كافي كم يوم ثلاثيان اصلاحوك يا سيدي بقى بياخد نص البضاعي بيعها نص جملة للست اسمها رواوان دي انا اتكلمته على فكرة وقالي ان هو جاي للادي بس انت برضه مقولت ليش يعني ايه رأيك في شغل يزيزو اللي داخل فيه بتاع السياحة والجو اللي هو عايش فيه انا بيني وبينك كده مش مستريح حاسس انها مش نظيفة لا بس كان شكلها نظيف والله ايه اما انا مش بتكلم على روايان انا بتكلم على المصلحة المصلحة دي شكلها اشمال والله انا اتكلمت مع اخوك وقيت له وجهة نظري مرديش يسمعني اخوك اتغير بشكل واضح وبعدين بقى بيعتبر سببت المحمول دي على الهامش بيني وبينك يا اياد انا خاف على زيزو اوي الناس اللي هو شغال معاهم دول اللي يخش جواهم بيشروع على كفوف الراحة بس طول ما هو قادر يشيل لكن اول ما بيقع محدش هيسمع عليه خلاص ما هو مجلس الشعب بقى بيعتبر دلاتي سمام امان عشان يمرروا القوانين اللي هم عايزينها خليهم يغرقوا البلد بيني وبينك يا اياد انا ما بيتش حب افكر فالاوضع دي لاني لما بفكر بتخنق اوي وبخاف على البلد اوي لا بقولك ايه خاف على شغلنا الاول اروح على البترين لم القرشين اللي باعوا بيهم عايزين نخلص اللي ورانا ده انت كده بقى ناوي تشغلني عندك سكرتيرا طب اراك بقى نسيارتك من النهارده المدير المالي والإدار والتنفيذي للقرية المتوضع دي يا سلام شوفيلك بقى ايه سوتي عجبك بقى مقر اقامة دايما زيزو ما تعصبنيش انا مليش اصلا في المنفى ده شوف لك حد غير يا اخي واحنا بنهزر قد لا وبعد دانا انا مستقش في حد غيرك يا روان يدور القرية دي يا ريس مين يارى في دورك يا روان يعتبر وضع مؤقت شخلاص بقى يا روان هينم؟ باشا حلف خلاص ايه بس يا زي دانبي يا سيدي كلها اسبوع منذ احنا قبل سيادة المحافظ نخلص الموضوع احنا بدأنا معاه اه بالمناسبة يا زيزو انا عايز تاخد بالك كويس جدا من الراجل ده الراجل ده وعدين وهي سألك لنا شوي تراضي حلوين ممكن يدينا حطه على البحر اه يعني لازم تاخد بالك كويس جدا فتجمع بقى اكتر عدد من السيولة ممكنة في الفترة قصيرة جدا دي عشان لما الجراءة تبتدي تبقى انت جاهز والله يا باشا راجل ده مخلص اه كل الوطن يا زيزو باشا لم الحق موضوع الحزب الوطن اللي حضرتك انا عايزنا بقى عضو امانته ايه نظامه ده متفاكني بأهزر الكرنيب يجهز دجاه يا زيزو الكرنيب يجهز دجاه؟ يا زيزو وما انت تكون شوية بص اعيبك انك فاكر كل حاجة تيجي بالصوصة وبعصن النهي لا طبعا موازدان بقى ايده في كل حاجة طيب شوف اللي نابة عربية توصلني المطار مرسي يا عوين وانهانم تسابتايجر يا مسؤولتك يا مسؤولتك طيب يا زيزو استنى هنا انا عايزيك انا من سكرتيرة اهلك عشان طورتني الورطة دا انا هكون لها بمزاجي لمدة اسبوع واحد بس يا بيت تفهم يا حاني بقى شركة في كل حاجة وان عايزك تركز بقى عشان لما تدوري المصلحة تعوضي على قل مصارفنا لا يا حبيبي انا مليش دعوة وخدص بالمكاسب بتاعتك ولا خسارك انت لك اسبوع عندي تجيلي ومعاك المأزون ليه؟ ليه عشان نتجاوز نتجاوز ميه؟ تتجاوزني اه اه احنا كده كواسين يا روان كده مية مية زي الفل اه ملحق عايزك تبقي جديدة شوية مع العمال هنا رح سنياكلوك باي باي على تليفون ماشي يا زيزو هاشوف اخرتها معك الحمدلله السلام الله سلمك تلابسك ده ليه قبل لك مفاجأة مفاجأة ايه؟ مش هينفع كده وانت واقف تعالها انا عايزها الحق اه الشغل عايزها الحق انام شوية اه انت لسه جاية من الشغل هتنزل تاني؟ انت عارف موعدنا اه مش جديدة اه تليفوني جدني وتليفوني وديني ايو بس انا مش هقدر اقولك المفاجأة وانت مكشر كده تفضلي في ايه؟ الخبر اللي نفسك تسمعه من زمان لاو خمن كده؟ ايه اكتر حاجة نفسك وقلهاي لك من اول ما تجوزنا تكشفتي؟ انا حامل حامل؟ ايوة مالك تخضيت كده ليه؟ حامل يعني تلازم تجاهز نفسك بقى ان هيبقى فيه زن كتير في البيت وهيبقى فيه دوشة وهيبقى فيه كل ربع ساعة غيار و... ها؟ يعني مفعش التكشيرة دي تفضل موجودة على طول هم ايه عزم؟ مالك؟ شكلك يعني مش مبسوط هم لا لا ايه؟ انت عامل كده ليه؟ بقى تمام انا تمام يعني لابتة سامت ولا فرحت ولا حسيت حتى ان انت يعني مش عارفة وانا عاملة بقى في نفس العميل ولابسة وعملالك مفاجأة يعني و... رح تمديني الوش الغريب ده اللي ابنة مبروك يا خلابتي ألفه مبروك الله يبارك فيكي تعالي بقى شوف ابنك اللي قاعدلي مبوز فوق ده مبوز ده أحلى خبر يسمعوا رجل متجوز في حياته تلاقي بيتدل عليك شوفتي؟ أهم تنح كده من أول ما قلتله كلهم بيتنحوا كده لما بيسمعوا الخبر ده مال هتعمل إيه لما يشرف يا ابو العيال ويديك بالشلوت وياخد حضنهم وحبه شوفيه بقى يا ست الستات انا كلمتلكم مفتوح علشان تيجي تقعد معك هنا ابتداء النم بكرة مين هو مفتوح دي؟ دي اللي هتعمل كل شغل البيت وانت بقى تعودي قدام التلفزيون تاكلي وتشرابي لحد ما تقومي بالسلام مش للدرجات دي يعني الحركة بارك يا عمى ما تروق بقى وقل لمراتك مبروك ما كنتش عايزه؟ تكلمني ما كنتش عايزه؟ انا امو منام سيبك منه حادي انت بس نص دستة واسيبيهم عندي يا ربيهم انا بديك استعلم مشي الولاد عاصم باستيقق يا لغني يا حبيبتي انا عايزك من هنا ورايح تعرفي ان انت بتاكل النفرين يعني لازم تتغذي كويس تشيري حاجة تقيلة؟ لا تتشعبتي ولا طاعي ولا تقومي تجيبي حاجة عالية برضو لا وعايزك يا حبيبتي بقى حكاية الشغلة دي تنسيها خالص لحد ما تولدي بتقومي بالسلام اتفقنا ام عمر؟ حلو اسمه عمر اماي ده اسمي جده عمر عاصم عمر الشرشابي موسيقى انت احميلي ايه دتي اشجاين؟ بش حاجة عمرت خالق الهدمتين بسلتهم وهنشرهم عشان ينشفوا الحد الصبح انشالله عنهم عتنشروا ولا تغسروا من الاصل انت بنت مش خايفة؟ ده انت عليها خلق القرن يطوش قرنيه يطوش يا عمرت خالق لا بيش خاش هاتي هاتي بس هاتي هم شرقه ملع وخش هنين بتطيدي دهرن كده ايه اللي بكي زي الفطير انا من نوم هاتي معت خالي وشخة مين اللي ربابي يلا implementing ó كيفاش الحمدول على سلامتك يا ابني الحمدول على سلامتك الله يستعملك يا عمر tried ايه اللي غبة الطويلة دي؟ الا tapa تا عايز ان نازل جنبك كده عطه اللي عمر وليدي هنا ولا بارت هوليد يا كوي قاعد على التر تر تار ليت diferentes قلي ايه؟ التر تلت اللي جوا ده calls me الانتر ليت يا خويا الانتر نيت الا بدا فهنا جميع المال اهي اصمم ان تغسل النهاردة وهي على اخير وهي فتبقى يكون افتنشرو الهاتف يا انا والله يقولتلها لا اهانشرو مالا تبقى يبقى شوفي زواني منك نا يشرو كزير بيان ويه بس يا خويدة كتير احنا يا انا يا انا ملا حبو يا انا نستنامل ليل وانا صهرانا عندي جننا تطرح الوراج الاختر تطرح الوراج الاختر وانت جاية تطمختك انا جاية عندك اشبكك يا الاصمر شبك الغراء والقلب والعيانة اه يانا 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 اه يانا 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 فزعتني فزعتني ايه شفت عفريت يعني لا زايد انت زايد انت زايد القوار ومنور كمان وحشتي انت كمان وحشتي جاد جاد وحشتك قوي يعني؟ قوي اما نجيب حضنة بقى كل خلاجات مية هبهدلك البدلة تداك 1500 بدلة يا غالي يا عم الغالي شدي عبدالعزيز ولدي غالي عندك؟ لا اما ليه؟ بقى يعني ولدك لوحدي ولد انا كمان يلا بقى الجدعاني عشان تخلي فينا وقت كده شبهك لا انا عايزة شبهك انت اخص بقى معقولة يسيب الحلاوة دي كلها ويطلع شبه انا ده بقى وقت خيام عمومة نسحة تسأل صاحب الشق بس ألوه ودي عبدالرحيم عايز تطلع شبه مين يوض مين؟ بان عراب يوض ده بقول شبه امي الوقت ده مجنون ولا ايه؟ اعقك علي اعقك علي يا اشجا ليه بتقول كده؟ حس ان عرفت امتك متأخرا متأخرا قوي كمان لا ما تتغرش في نفسك قوي كده انت كمان بتموتي فيها بقى بص يعنيك هتتجنيني كده عليك وانيه؟ وانيه كمان يا ديما صاحب ديما ديما بقى عابل عليها ايه؟ ايه؟ بود ايه؟ يا ديما يا ديما عليك مهلك بس وحياتك عندي ما حسيبه غل لما يركع على ريدي ويطلب مني السماح يا أم ما هي ما حصلتش قبلك كده عشان أصدقك يا سنان يا بنتي كل حاجة في الدنيا ممكن تيجي بالخناء إلا الجواز لازم يجي بالاتفاق هنقول إيه ربنا يصلح الحال ويقرب البعيد يا رب نامي يا أم نامي ورتاحي وإذا كان على دواكي حدويكي وحتقومي بالسلامة إن شاء الله يا رب ليه يا رب؟ مش قدها ولا مرشبهش إزاي بقى ده أنت قدها ونص بس ثمك مش هترضى تسيب الشقة دي مهما عملت لأ ما إحنا نقول لها إن إحنا نسيب الشقة كده ما تحرف مازال سياحي في قد ومنطقة يعني أنت خلاص؟ خلصت في الشقة الثانية دي اشترتها؟ خلصت وفياشت كمان إيه ده إيه ده وأنا آخر من يعلم بقى ده أنت أول من يعلم أنا جاي أقول لك أهو ده أنت ليك قوضة غمك ليها قوضة وأنا وأشجال لينا قوضة ده غير ريشابسن بقى حاجة تشرح يعاني بقول لك يا زيزو أنت خلاص قررت تعيش مع أشجال؟ يعني صرفت نظر عن موضوع الجواز ده ولا إيه؟ طيب أنا بقى هردى زل بيتك أنا لو لفت الدنيا دي كلها هلا أكدع وأحن من أشجال بصراحة، استحالي طيب أديكل طيب قل إنت بقى عملت إيه مع البت يا للا إنت شوارت إلي عليها ف البنك هي اسمها ايه من الحق؟ نسمها يعني عليك يا بولأنسام ظبطت نفسك معها ولا أشق الجسد فاني؟ ازاي بس؟ ده حتى المسأل بيقول ما شابه أخاه أنا تكلمت معها في كل حاجة وهي فتحة إمهة بس إحنا يعني مقاقلين الموضوع شوية عشان هي لسه في سنة اولى وبتدرس ومالو ما تخلص وتاخد شهادتها وياه في بيتك بتقلقش عليك بس قول لانت بقى عامل ايه في شغلك عشان انا بصراحة هقلقان عليك لا ياسيبك انت من شغل وخليك في نفسك وبس بيقولك ايه بقى ما تسيبك من دول القبا واللي انت عايش فيه ده ايه مش لايق علي قط ازاي بس دلائق ونص كفاء ان انت مكفينا خلينا مش عايزين اي حاجة بس انا بصراحة بقى قلقان عليك من الجماعة بتوى الحزب ده هم قالهم بقى بتوى الحزب ما ناس زي الفل وهم قوتين روحهم عشان يخدموا البلد دي ده حتى انا اكتشافت ان الدوري بقاش عامل كرنيه كده في حاجة اسمها امانة التنظيم مش فيه كده برضو ده فيه كده واوسخ من كده كمان انت بتقولي ايه انا يعني ايه سلامش لياه يعني هتبقى راعت كده طب فيلي 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 ايوه يا كريم السلام ما جاتش عندك ما جاتش انت مال اهلك ما جاتش وخلاق مع السلام ايوه يا كريم عاصم اختك مش لقينا في اي حد اسأل عليها في اي مكان يا حبيبي شاه رعب بتاع في اي مكان في البسه شفيات في الانسام ابوس رجلة اعطيه 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 شف المحلات اللي حوالينا تكون ستاك سناء في محل منهم ولا بتاعلي وتشبتها اي ده حاضر يا حاج عناي الله يخرج بيت سنينك انا بس مش فاهم ملي العبلة في دماغك دي التصريحات الفشانك بتاع ترجالة الحزب عن معدلات التنمية الاقتصادية اللي كلها كذب في كذب هي اللي لعبة في دماغي وفي دماغي الناس كلها يا عم زيزو يعني بتاع الحديد ولا بتاع السراميك التاني ده لما يجي حطي مئة مليون ويجي اخر السنة ياخدهم مئة وسبعة مليون بقى معدل التنمية الاقتصادية سبعة في المية تمام مظبوط بس ده معدل التنمية للمنتفعين الشعبي مضو يستفيدش اي حاجة من الكلام ده الشعبي كل يوم بيجوع اكثر والعيشة بتغلع عليه اكتر واكتر وانت مالك ومالهم يا حمار انت يا اللي انت خالاص بعيد بيه باشا وبعدين الناس دي كنك مش عارفهم الناس دي هما اللي همين البلد وأنا عشان بعيد بيه باشا أنسى الناس وانسى اصلي وبعدين معلش الناس دي همين البلد في ايه همينها من الحرمية من المتطرفين من الناس اللي عاست تخربها وجبها على الارض من الحرامية؟ إذا كان هما اللي واكلينها ولعا انت عارف ومتأكد ان الناس دي كلها مشبوهين والحزب بتاعهم ده مجرد وقر وقر بيتقابلوا فيه عشان يخططوا ويتكتكوا ويسرقوا الشعب ازداي ويأخلوا خير البلد ازاي ولا بس يا لك مش عايز اسمع الكلام الخايف ده عشان انت متأكد من الكلام ده وعايشه وعلى يدك زيدان الدوري اللي هو نايب المنطقة بتاعنا ده بقى نايب المنطقة الابدي كأن المنطقة كلها مفعش راجل تاني غير زيدان الدوري معان انت عارف ومتأكد ان كل تسهيلاته وتشهيلاته شمال يعني يا بيجني تاجدني التسهيلات والتشهيلات الشمال ده يا حبيبي هاي اللي عملتك بني آدم هاي اللي شغلتك في بنكة قددتنا وصحبك لسا قاعدين على القهام وانا بقى مستعد اتسيب الوظيفة دي من بكرة مادام جاي من السكة الشمال دي جري يا زيز وهو اللي مش لاقي هيموت مجوع ولا ايه اسمع بقى يا وليد انا من الصبح مديلك وداني عايز اعرف اين لجواك لكن لو وصلت لكده لأ ايه هاي استرجع للفقر والزول تاني ايه بقى انت مافهمتش كلامي يا زيزو الناس بقى الناس مش لاقا يتاكل البلد غرقانة بركة فساد والغلابة اوه 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 ده تلحنهالي الغلابة اليوم ربنا يا خويا والناس دي بقى كل يوم بتعمل حاجات عشان حسب الغلابة عايز تحسب اليوم انزل نشحط معاهم بس ده بقى كلام تاني انت اللي بتقول الكلام ده يا زيزو ده انت اكتر واحد من بقاش تقول الكلام ده عشان انت ضقت وعيشت عشت الغلابة اوه مالا ومفتح الباب اوه مفتح الباب ماشا افتح الباب بس هارجع اتكلم معاك اوه افين ايه ده ايه ده اوه انا فشي كده ليه عايز ان منك ايدي يا زيزو مالكش لعنك اوه اتخش وقت مش هيروح في حتة ومش هيدخل في حتة هيقف هنا خيات لما يتطرج على اخوك كبير بيعمل ايه في الناس مش وقت الكلام ده سنة ولا مكانه لا وحي اطمك ما بقى ادفعكم في الاوانطة دي انا بديتك مهلا اسبوح رمتلي وانا ضارك ست شهور ست شهور ما فكرتش فيه اخوك اخوك اتجوزني يا عرفي لما بقى امسكنا هلب وناسي الفضيحة بتاعته صحيح الكلام اللي بتقوله ده يا عبد العزيز قلتلك خش جوه يا وريد قلتك قلتك عايزة يا سنة حقتلك وحقت النفسي عشر ربطيح ايه الهبة اللي انت بتعمل ده شيل البتاع ده حسل لك ما بقى ايش عندي حاجة خافة عليها ولا حاجة عايش عشانا قلتك اصحااااااااااااااااااااااااااahah همم؟ تصدر اضرابي اضرابي أحبك أحبك أكتر ونفسي بس أنت جاباني وندي موسيقى موسيقى بسكك يا أختي بسكك يا ¡موسيقى! كتابين لها بتورد جابي بلنابتك بسكك بصرح بسكك أنا ما أنا أطول يا أمه باش جاني يا حبيبتي رضي علي يا دناي ايه ده بقى مش كدة ان شاء الله هتقوم بالسلامة طب احمد ربنا انها جابت لك ابنها السلامة هي ابن اهل جيروحك ساعت بيحصل كده عشان بكريه وكمان جايبنها والعيل بينزل اكتشفنا ان عندها مشاكل في الراحم وزي معرفنا دي اول ولا ده بعدين سنها من صغير يعني الكلام ده يا دكتور لو كنتوا جيتوا بدري كنا مشيناها قيصري لكنها ديها والدت وربنا معاها هي نزفت كتير ونقلنا لها دم هي نزفت كتير كنا بنفكر نشيل لها رحم عشان فيه دلائف كتير لكن نصبه لحد ما تقوم بالسلامة ونعمل لها الحزن طب متواحد لك كده بقى وتيجي معايا ونشوفه ونطمن عليها ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يا سلامة يا سلامة بدي فيني بدي خرام عليك مر يا سلامة يا سلامة يا سلامة يا سلامة الحمد لله السلامة إن شاء الله تسلم عبد الرحيم جي يا أمو عبد الرحيم وفيه عايز أحطن ورده هو في الحدانة بساعتين بس وإن شاء الله يجيبه لك هي الحدانة دي وفيه حد عيحطن ويحن عليه كتب وردك معي يا عبد العزيز طب زمتك وفيه أحلى من كده وردك هم؟ بتقول عمري حسن يا ع siete صغيرة بس أنا مش ساعلانة بتدقية في حدaneك وتطلّى في عينيك وتساوي عمري بحلول شاو 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 وبتقولي كلامي داي هتوالي ولادي عم ترحي حاضر شو عيو هكبولك هترطاي وتربيي وتعلمي وحتجوزيك انا ايه رايك بها خلي بالك مني وحطه فعنيك مش عايد اسمع الكلام دا قولت بالعزيز عايز اطلب منك طلب بس وحيات عبدالرحيم ما تكسفني بعد ما جبتي الوعد طلبي طلبي ان شاء الله روحي تسلم روحك وتعيش بحبيب والله اذا انت عوضتني عن العمر وهمه وشفت الدنيا في عناك ومعك جبت الوالد ودكت الحب وحالاته وقالت الشهد من ايديك عارف اني عشقتك ولا لا يا ولد خالي ليه؟ ليه دي الحياتة هي حلوة كتانك ممكن اطلب الطلب اطلع بر واسمني الوحد بعد دا جيكتين تعال اطلع علي مش هسيبك ولا دقيق انا جنبك ايدي وهطلع عليك كل اللحظة تفهمني؟ لك الحمد ولك الشكر كدبت العيشة جنب اللي حبيته وعطتني فضل اكتر من اللي حلمت بيه بكتير بس وحيئت حبيبك النبي لو انهم زي المط عايزك تكتب لي ان اشوف الاحلام اللي خطرة وانا مطلباش كتير نفسي كل يوم اشوف عبدالعزيز وحبيبي عبدالرحين هاشيك انت ايه انت اعبا انا اجيبلك الدكتور انت طبيبي وانت حبيبي وانت ولدي عبدالرحين بسكر بودنك نفسي كلك كلمة واحدة كنت بتكسف كلها لك طول عمر تكرب بحبك بحبك يا الله وانا اقمال بحبك هاشيك والله العروين بحبك وبندم على كل لحظة ما حستش بك فيها بحبك هاشيك اوه 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 عشقال ولد الجايم عبد الرحيم عبد الرحيم يا عشقال عشقال عشق سنة رد على يا بنتي رد على يا مسئيلي سنة ضاعت يا حق بجيش كده حقك هتبقى كويسة ان شاء الله هو الدكتور قال لك اي يا بنتي طب ما تردني سكتة ليه طب ممكن اتكلم برا سامحي يا سلام ظلمتك كتير يا بنتي وجيتها حليك كتير قوي يعني ايه بقى الكلمة لها الدكتور دالوني يعني عندها نيارة عصبي هي غلطة قال لك للضغط اللي اتعرضت له كانت يبين قوي عليها كسرة طب يعني مش هترجع تاني زي الاول يا بنتي ده لايما مش حاسة باي حاجة هي الدول اللي بتاعته ده حيخليها تنام كتير وانا هبقى معاها ما تقلقش يعني انت شخيص اللي قاله الدكتور ده لو في خطورة على حياتها نوديها مستشفى نفسي ايه نفسي؟ مجنونة يا عاصر بنتي مش مجنونة بيتها تتعالج وهي انا في بيتي ان شاء الله بيع كل اللي وراي قوله قدامي ان شاء الله بيع بيتي كله هتخفت ان شاء الله طيب اللي حصل لها ده من ايه يعني يا لبنة؟ سناء راح اتلزيز ومبالح تاني؟ عملنا ايه تاني؟ تفضل يا عاصر الصبر يا عام منك ليه الصبر وقلنا يا حلو الملامح منك ليه دي فلوس ناس وبعدين الراجل في شدة زي ما انتو شايفين ودي اعمالة فرقابتي يعني مين هيقف جنبه غيرنا؟ احنا واجب يا رجالة يعني واجب نروح نعزيه في البلد قدام قرأي جولة ولا ايه؟ ايه؟ طب اه انت بتعرفش العنوار يا عم ياد؟ والله يا علم علمك يا عم علي امول انا هخلص وهكلم واشوفها واناوة على ايه؟ علي امور يا بركة ده وصل الامنة بتاعك راجوا كويس وقطعوا قدامي دلوقتي فلوسك يا بيه؟ نعم خلص يا عم علي يا جرع مدفول لنفسك فلوسك انت اول مرة تشوفنا ولا ايه يا جرع مطلع فلوسك يلا يا شاطر منك ليه؟ صباح الفل لحظة لما عاد ها اقطع فلوسك يا عم بكر اتفضل يا عبد خلصوا عشي ده عم في الجديد بقولك ام الوليد فين يعني المفروض ان احنا نسأل عليه ونتطمن يعني بس بوش لوحده هخلص وعدوهم يا عم ما قولنا وليد في المستشفى مع الحاجة بيشوف عبد الرحيم في الحد انا بقى ما شاء الله كبر بسرعة هلوم هلوم ايوا مين حضرتك روان روان مين روان يا جدع روان اللي مشار كزيزه يا جدع ايوا ايوا يا هانم اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا اي خدمة لا هو عبد العزيز بيه في السعيد في البلد لا هو للأسف المكالمة مش هتوصل له هناك لان الشبكة مش كويسة اه لا هو البقاء لله فيه زرف يعني اه نعم بقولك يا هانم المدام توفت وهي بتولد فراح يدفنها في السعيد طب حضرتك فيه تحبك رسالة اوصلها له او فيه حاجة اقول اه اخرا بسود اخرا بسود اخرا بسود دي يا جدعي فهم بقى ما كانتش تعرف ان هو متجوز ما كانتش تعرف يا اخي بس مشاكل عكيت رسمي طب اعكد الفلوس وبهتشده ودين الوصل قطع 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 ده لطبوسكو فقر يلا انت اعكد اتكل على الله وإحنا هنعد الفلوس مكانك اتكل على الله يا جدع يلا يلا انت بغت الوصل يا عم قطع يا عم الوصل بتاعك اتكل على الله قطع يلا يلا قطع قطع سلام عليكم يا ربي يا سنة الله يخليك ازاك يا مرحب اهلين حالتي تسلم هي استناء صاحيب انت ممكن تدخل لها لا انها عادينها شوية لا تدخل لها تدخل لها حق لطبي ايه يمكن بردتك تحلى عليها عقلطوي بردتك تحلى عليها هولي بعرفتش عمله انت عمله انت عمله من هنا يا باب تفادل 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 يا ربي يا سيدة تفادل يا مؤهز يا حبيب مش قادرة اقومة سلم لا 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 خليكي بتاعها خليكي بتاعها اه ايه ياسي طلع رايز انا ما صدقتش لما الحاج قاللي ايه زي ما انت شايفي حاجة ان شاء الله حدوم بالسلالة وتعاد علي في المكتبة تقعد تشغيلني وانتحكني زي يا عائدها اه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله أصلى الله على سيدنا محمد عبدالله وصحبه أبهين يا رب أعملي قهوة لأبوك يا لبن لا 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 إن شاء الله رشعب قهوة لسه أشربها في العزة عزة مين؟ مرات عبدالعزيز هو هو زيزو كان متجوز أهو لما سنة رحت علشان تقتل عبدالعزيز عارفت إن أشجان مرضه وعارفت إنها كانت حامل لا إله إلا الله حكمتك يا رب حكمتك خلي فتله الولد وماتت في المستشفى صدرك يا رب بابا ما تيجي النوع ببرا كده مصيب سنة التبتاح حاضر حاضر النهاردة النهاردة أيوة حاضر حاضر مفيش مشكلة حاضر إيه؟ لا هنلحق هنلحق إن شاء الله مفيش مشكلة بقولك إيه سيبك من دك كله وطميني عليك أنت كويس طيب الحمد لله جاي النهاردة؟ طيب ماشي خد بالك من نفسك طريق السلامة لا مفيش مشكلة أنا عارف إن الشبكة عندك مش كويسة أنا هبلغ وليد بكل حاجة هبلغه بالمطلوب طيب يا حبيبي بس إنت كده لح صد رد يا حبيبي طيب تجي بالسلامة يلا تجي بالسلامة سلامة يا حبيبي خد بالك من نفسك السلامة صد رد؟ صد رد؟ يعني زيزو صد رد؟ أيوة صد رد في ايه؟ صد رد ما شاء الله ده الوحيد اللي بيعملها زيزو ده مبروك يعني الناس كلها تروح صده وترجع رده ولا ايه؟ ما شاء الله عليه هو زيزو صاحب معجزات خلاص؟ اخلص بقى اسمع يا شابره زي ما اسمعت كده الراجل عايز يتبح عايزك تطلع على الحاجة عطلة الجزار توسيه على ثلاث عجول كبار توقف على ايده واتباحهم عنده في المحل وكل كيس اتنين كيلو توقف على الحاجة زي نهار عينك عليها فاهم ولا مش فاهمه؟ روح واقوله الحساب عن ديزو يلا بس انت عايز رأيي؟ تلات عجول كتير قوي انا من رأيي انه تلاتة بس كفاية لا الى الله لا الى الله يا مسبت العالي في الدنرة يا رب بقولك يا صاحب المال عايز كده ولازم ننفذ التكرع على الله بقولك اندهلي شاب بكر اندهلي بكر يلا عايز نصيحة يا استيزي هاد اللي بيحصل ده لا بيرجع القديم ولا هيصح الميت ولا هيحصل اي حاجة ولا صد رد ولا اي حاجة خالص يا اخي خلي عندك دم خلي عندك دم الراجل عايزنا نعمل كده لو احنا مورفناش جنبه ومن اللي هيوقف جنبه؟ حرام عليك بقى وبعدين عبدالحيم ابنه في الحضانة الراجل عايز يعمل كده عقيقة عشان نبدو عمي ايه؟ عمي ايه؟ هيعمل عشان ايه؟ عقيقة يا حالله يا اله اللي 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 بيفهمه ايه دول ماشي يا بركة حالله اندهلي بكر اندهلي بكر لا ما فيش فلوس اندهلي بكر يما بازين نعمل فراشة الو ايه يا وليد ازاك يا اخوي اعمل ايه؟ البقاء لله ونعمة بالله يا حديده ونعمة بالله انت فين؟ اه واجبت المطلوب؟ طب تمام تمام طب بقولك ايه؟ دلوقتي يزيزو اخو تكلمني اه 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 هو الاسب بس الشبكة معك سافة معرفش يكلمك اه هو جاي كمان ساعتين بس اسمع هو جاي معاه الحاجة رتيبة ام المرحومة اه هو هيطلع بس على مشوار من برا برا فانت هتقابله في حتة هو هيقولك عليها اه عشان بس تاخدها تشوف عبد الرحيم ربنا يا امه السلام يا رب ان شاء الله اه يا حبيبي بس اسمع اقولك ايه؟ انت هتجيب اكل الحاجة وتسيبها وتيجي توقف معنا في السوان احنا عاملين سوان قدام المحل ماشي؟ تمام طب حاجة لا بس سلام بس سلام يعني ايه يا صد رد دي؟ صد رد يعني صد رد يا اسطح صد رد صد رد يعني ايه؟ يعني صد رد يعني صد رد يا عامل يعني صد رد يا عامل يعني صد رد خلص المهم عايزك تطلع دلوقتي تروح تجيب بتاع الفراشة ويجيب كراسمة نجدة وسجاجة نظيفة يجيب فراشة جديدة اتفضل يا بيه يلا بالسلامة بس يا عامل بس انت نبق على استواط المحلات عشان لابا اجعلها باعملش عوق مع حد صد رد يا يلا يلا يا عامل انت قادة هنا يا عامل مش قادة في القوضة ليه؟ مستنيك يا دناية اصل ممرضة استعجرتني في الحاجات اللي روح تجيبها اهم حاجة جبت اللبن اللي قال عليه الدكتور جبت جبت و جبت البقرونة و جبت كل حاجة مكتوبة في الرشدة طيب يا حبيب طيب تسلم يا راح اهم حاجة تعمليني يا عبد الرحيم كويس الحمد لله الممرضة والدكترة تمونيون يبني هاي حليبتو حرق؟ ايوه يا اختي اه احيات عليك ابص علي بصر معنا يا ربنا يخليك علش يا امنا اسفة وانتو بس خشتو اردعو تخرجتاني لا اسفة والله امو راحت راحت وكان نفسها تحضن وتردعو مره يا دناية ان شاء الله يمدتاني خلص كمنا بتغديبلك منه ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك امو راحت وثبته لك امانة فرقبتك ايه برجع فيك انتي بقى اضرب بيه وتكبريه زي ما كنت بتعملي معاها بالزلط ان شاء الله يحبت كلي بقى كده دقما واشربيلك بقى عصير عشان انتي مجالتش حاجة من المباير مش قادر يا دناية والله ما قادر يا بني مش قادر يا دناية عشان خاطر انتي على لحمة وقتك من المباير مش قادر يا دناية مش قادر على فكرة يا صاحب زيزو اتكلمني وانا جاي قالي اني زيزو والحاج رتيبة جاين في الطريق اول ما يخوش القاهرة اروح اجيبهم بالعربية علي هنا يجو بالسلام ان شاء الله شعين عليك يا بني طول عمر كنت شايل الهم ان لما فرحت ايوم فرحت الشيوم يا تلاي اصبع يا مرحة خلاص او ان شاء الله بإذن الله ربنا يا عوض بالخير ان شاء الله في ابني على فكرة زيزو امر يتعمل لها هذا كبير اوي شرع بعزيز تستاهل 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 الدنيا كلها تبكي عليها كنت طيبة وبنتي حلال عمرها مغلتت فيها انا اللي كنت اقاسي عليها سامحيني سامحيني يا اشجال يا رب اجي على المسوه الجنة يا رب سامحيني يا بنتي سامحيني يا بنتي سامحيني احلى مساء وابدع سلام لمعلمين وعظماء شرع عبد العديد شكرا عناصر ماذا حق اسلامية ايه بقى هتفضل قاعد قدامي كده ساكت ضعبان اول حزني ماليني حزني ايه كفال الشر انت با دلوقتي اللي بتسأل واعطيني ضاهرك والسوق واخدك واخدني وخلتي وخلتك وتفرعوا الخلاة خلتي وخلتك ايه بس والكلام اللي انت قد تقوله ده اقولك حاجة اهدى كده بس من الله وتكلم عارف انت لو اتكلمت هترتاح البيت سناء مالي تقنديل سناء مالها كفال الشر شوف هادلوقتي ايه بتلاقيها واحدة تانية خالص اتسختت كده ومعطيش اعرفها وانا هدين نعمل ايه ما نروح نجيب اجداحة ده خطرة في البلد ما انا جبت الهات بكتوبة وادهت داوة ونحن لسه بنطلب الشفا من المولى سناء لا اله الا الله ده كانت بنت نكتة والشاب يضحك على طول منه لله اللي كان السبب في ده كله طب ما تتكلم ما تقعدش تنقطني بالكلام سلام عليكم حاجة امتى خرجت من السجن يا امتى نهاردة الصبحة مهد ياه ده ايه الحلاوة دي خرجت من الصبحة يا رجل يا يا عظيم يا اللي ما انتش حرامي يا نضيف يا جدع استقلنا استقلنا ما تتكلمش من راحة شوية الحاجة على ما تهدم اللومة بتاعت السجن والبرش اللي قطع في جسمك طب ليه المقابلة دي بقى يا حجاج مقابلة ايه صحيح اعطيها اعمل يا حج امعت قتلنا مزيجة حصاب الله عشان تقابل البيت ليه كده يا حج احنا كفيت بنا عش ومالح مال مالكش هنا لاعيش ولا مالح وضع انا ليه مرات يا حج مراتك اخرى سأليني الادب مراتك خلاص بخ يا حج مرناخش فيها الراجل مغلتش بقولك مراتي ايهيه ما انا بقولك انت كمان اسمع زي مراتو بخ خلاص تجرى عضاها يا لت تجرى عضاها همال 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 وبتقددني يا لت سلامه عليك ايه مش ايه عندي اقتراح يعني مش عارفة هتوفق عليها ولا لا اقتراح ايه بخصوص العلاج بتاع سناء اقتراح في حاجة عن حريطة مخبيها علينا ولا ايه لا لا خالص الحريطة زي ما نقلتلك بس في تفاصيل كده ممكن تساعدنا اكتر في علاجها عامل اللي انت شايفها صح لا حدش فينا بيفهم حاجة في حالتها رب ان اجعل شفاها على قديك وعلى قيدك انت كمان زايع اهو يعني انا بس عايزك تيهدى كده شوي وانا بكلمك عشان حاسة ان انت متوتر قوي خش في الموضوع سيزو ما لزفت خلاص يا عصم لما تبقى رائك كده هنبقى نتجل انا زي الفل هايزة ولي ايه خلاص يا ساتي خلاصي احلفك عشان تتكلمي ما هو بص انا بتكلمك ازاي وانت بتكلمني ازاي كنا بنتكلم عن زيفت اعلقته في علاق ساناك روح عزيت عام يا اختي ما انت لو روحت عزيته هو هيحس بالزنب عشان العمله مع ساناك وهيحس برضو ان انت معندكش ازمة ان هو يجي يطلبها منك ايه يا عاصم كلام ده انا مش هضم صدق ان انا اللي غلطة ان انا اصلا شايل همه وانت لقى عايزة اروح اتمحلسه بغلوك انا ما قلتش تعمل كده هم فريدي عملت كده بقى وهو طلع واطي زي ما انا عارف زيزو مش هامل كده عشانا عارفة كويس اه انت عارفة كويس وساناك عارفة كويس وساناك عارفة كويس واضح ان انا الوحيدة اللي مش عارفة انت عايز توصل ليه ماذا ما درستش كمي عشان اعرف سيزفت بتاعك ده زي ما انت عارفة ايه اللي انت بتقوله ده حاسب على كلامك معايا يا عاصم ما هو يا محترمة يا بنت الناس انا شريكي لانك انا عندي امل انك تبقي زوجة وامة قصيلة ويقل لك انت عملتها هات كتير قابل زي ايه بقى ما تستعجليش على اللي هعمله عشان اللي هعمله هيزعلك ده ايه ده ايه ده انا مش مصدق نفسي وذل يتلاعوا كهة خمسة وحتين وتيين الف rhythms أهم دول سرقتوا من الشرشالي سرقتیا هكم هيه فلوسي فلوس يا معلم حضرت القرش على القرش والجنيعة الجنيه وانت بقى سيدر عارفين اه فلوسك فلوسك ايه ابو فلوس من تجارة ولا مستمسرة ولا ديلك اللي كان بيلعب وقطعه لك المعلم الله 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 ليه كده بس يا حاج ده انا جاهز تنجي بيك عشان تجيب لي حقي بقول لي يا كبير ولو الكبير قالك ملكش حاجة هتعمل ايه فلوس يا هاخدها يعني هاخدها طب معاك ورقة بالفلوس دي لما اخذها هو الواحد لما بدي مراتي فلوس بياخد عليكم بيالات اقول لك انا القصة بقى انت اللي عايز تروح للشيرشابي ولا عايز تقعد تتكلم معاه ولا اي حاجة ولا حبيبتك ومراتك والكلام اللي انت عاد تقوله ده كله اقول لك انا الحقيقة بقى انت قاعد تفكر في القرشين لما كنت في سويسرا مش كده فونولولو بتاعتك عشان لما تطلع تعملك حاجة كده تاكل منها لقم تعيش وتعيش صح ولا انا متكلم مراتك بدي انا عايز اقول لك ايه هي مش طلعتك اتلعت غزب يا معلم رفعت عليها قضية والقضيحة كاملها عشان انا رد سجون اتلعت عشان يخلقها الجو مع الكلب اللي اسمه زيزو اخرص يا كلب يا واط يا نتن بتقول كده على بنت سيدك انا مفتريش يا معلم اللي بقوله لك ده حصل كان بتقابله في شقاتي وعلى فرشاتي وابوها منزلها مع زيزو بفضيحة انت جابت التخريف ده من ايه انت اقول تكلم وإلا قصما بالله لاخدك على المخزن وعلقك زي الدبيحة صاحب البيت اللي فيه شقه معلم اهلي على كل حاجة وهو اللي شال الشرشابي مرابع وحطه في التاجسم والدين المستشفى لما وقعه مستحملش اللي حصل طب انت عشبان عمل لك ايه دلوقتي هي عارت ابوها فضحت اهلها منها ليهم لكن انا عايز حقي حقي برقابتي واخده ولوه على جثتي اما ابعزيز ده بقى فليه معايا حكاية تانية خالص بس بالازد يا معلمة سلام يا اخوي ياه هو دي السر اللي كنت مخبيه عني يا شرشابي ده حملة ايه الاوي يا اخي تفضل يا حجرتي بيتك ومطرحك يا اختي تفضل تسلام يا اختي على منك اخي شدي عبدالعزيز ولد جلالي عمدان ده اللي زيك الوحدة تموت نفسها عشانه ألف مرة هتعان لك يا عبدالعزيز خشين ترتاح لا يا عمك المهمة أيضا ماي أيضا ما أناقسي شوي سيد المرورة ولدي رضي نحبنا والله تنتظر ان يغلق على المهمة شفت الدنيا في عينيك ومعك تجيبت الولد وتقتل حق الحلات وقالت الشهد عارف اني عشقتك ولا لا يولدك ليه كده ليه كده يا عبد العزيز ، نحن ،لا تذكر لم seva فازار فقط يا عميد كرة يا عزيز انتهى حق حق calmly انتهى حق Venية IMTH لكن carry عبد العزيز ويصبرنا جميعاً ويصبرنا جميعاً. فقط نقول نقول يا رب. يا رب. يا رب عرضه عن أسوتي عليها. وأن أسوتي تدني عليها يا رب. نتكسيت عليها. عندما تروحا فيك يا الدخوي. عندما تقلتني أن جيدك فضل ربما رمها عليك. كانوا رمها في الجنة. يا الله يا ما تتعاون. أمنا أنا عملتها جمعشة. كان نفسها رح بدالها. فيما تبدل هاجل بجوزة وابدا يا رب. حجمتك، حجمتها الكلام. بس يا رب. بس يا حري همنا. بس. بس يا رب. لا يا دولي بنا معايا. ساعة المحافظ كلمك؟ يعني موضوع ده عرض دمان وانا جاهز سيادتك لا انا جاهز بس معلش بديني يومين كده عشان عند ظروف مراتي ماتت يا فاشة وهي بتولدي حالك البقى يا فهلا لا والله انا عارف سيادتك مسافر ما انجلكش فعلا وغاش سلام زيزو انا مش عارف اقولي بصراحة مش لايك الام اقوله انت عارف انت بالنسبة ل ايه زيزو انت مش مجرد اخر بس انت الدنيا كلها والحزن اللي انت فيه ده هو اللي انا فيه بالضبط بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيعوضنا بالخير في عبد الرحيم ويرحم عاش جائم ايه ده ايه ده بابس على الصبح كده وراح على فنة ستة انا راح على شغل شغل يا امو شغل احنا مش اتفقنا ان انا هنزل الشغل واحنا مش اتفقنا ان انا مفيش الزفت ده لحد ما تخلصي اللي انت فيه اسمه الحمل يا بي لم اتدور واطلع على فوق زي ستة المحترمين انا محترم وغزبا عنك اه انت عتميت ايدك علي يا اولا ايه اه 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 افتحك ما تفتحش ليه اوه لبنا رد علي عملت فيها ايه عملت فيها ايه لبنا يبنا رد علي حبيبتي رد علي عاصمت له والاي سعيات انت منطري هاتروح من انا يبنا لبنا ر وجبتي علي حبيبتي سلامتك يا دنايا ألف ألف سلامة الله يسلم إيه اللي حصل يا بيمتي ده كله في عينينا أكتر من كده وبينزيح ربنا مش عايزة تقوليلي برضو إيه اللي حصل وصل الأمور لكده وعاسة أنت كراشا يا أنا وخيرا لكم صدق الله العظيم بس مش للدرجات دي يعني هم مش واضينك من الشارع شوية أنت برضو اللي غلطان أنت كنت نزلتي جاتي وقلتيلي وأنا كنت روح أعطي له زداؤه وفهمته مقامه بالظبط أنت غالب علينا ياو يا بنتي ربنا يخليك نيه يا عمد عمر أنا ما كنتش مستنية من عاصمة حسمك كده ملكيش حق بقى أبدا والله 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 بيحبك مفيش مرة أسأله إلا ويقول هالي بعض متلسان حق ربنا كل ما سأله يقول لنا عمري ما عشت السعادة بالطريقة دي الحب وصعدة بيتحسوا عموما أنا سمحته خلاص يا سلام هو ده كلام الست العقلم صحيح هم كل الرجالة كده يا حبيبتي مالانت فاكرة إيه ده احنا ياما بنشوف مينهم وهم شباب يعني ما قولكيش لكن يوم ورا يوم وسنة ورا سنة العصبية دي بتروح وبيجي الحب والحناية كلها عارفة عمك الشرشاب اللي واقف ده خلاص يا قبيل خلاص شفتي كلهم غلطانين سلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله لا لا احنا بقينا كويسين اول نهارتا بس يا دكتور انا بس كل ما جاء قف بدوخ ده طبعا عشان نزيف كتير اللي حصل طمنا يا دكتور الحمد لله ما انت شايفها زي الفل هي قدامك الحمد لله استسمحكوا بس تتفضلوا برا خمس دقايق حاضر حاضر ممكن اعرف بقى ايه سبب النزيف كتير اللي حصل ده انا محتاجة هقرير طبي شامل بكل الاصابات اللي حصلت لي يا دكتور طبعا وهعمله لك بس ده معناه بقى ان انت عايزة نعملي محضر وتمشي في اجراءات قانونية انا بس بغطي كل الاحتمالات طب ايه رايك نتكلم كزومة كده بلاش ويمكن ترجع الجوزك وكل حاجة تصلح ربنا اعمل لغير خير وانا ممكن اخرج قب يعني يومين نسبة الوجلوين ترجع تاني ونزبط الضغط وطبعا الحالة النفسية وانت فاهماني بإذن الله بإذن الله كله هيبقى خير الله العظيم الدكتور ايا دكتور لو سمحت مفيش حد غريب يعني انا حماها وده حماتها وده ولدها عايزة من الطم مفيش حاجة طب بعد إذنك يعني بالنسبة للحمل هو لسه لسه هي حاجة الدكتورة حياتها تعرضت للخطر هي كانت خناء جامدة اوي كده لا لا خناء ولا حاجة ده هي الزحلات في الحمام ووقت يا دكتور يعني الحملة مفيش دكتور أكيد ربنا عاوض هيكون طفلتاني إن شاء الله عانست دور لا حول هو لها قوة تايل kim lai حايلت على الوضع عشان يجيبه أي عفش من شاء الله ديما أبدا حاليا حاجتك خذ بقى ايه خذ شبتي واسع ازاي؟ جميلة 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 تجيب لي بقى يا بيعش هتنام لجب عنام كيف انا لازم اخذ بكتر تمانية انتي مش حسبتني انتي تعوضي معانا هنا على طول انتي بتقول لي ايه؟ مانفاش انتي راعي حالي وداري هناك مانفاش مانا يجبلي مفوالي بصي وده بقى المطبخ شبتي واسع ازاي؟ جوي انا بقى نفس اجيل المطبخ ولا حتى شو وكل معاي تعالي يا حدي تعالي تعالي شفتوا طول ادولها ازاي؟ تعالي وده بقى خدت عبدالعزيز والحمام منو فيه منوش فيه كيف؟ اهو يهو بدي انتخن القوضة جوا شايفاه؟ عليكم حاجات غريبة لا بالشألة فيها طبق حمامات تعالي يا حاجة مفراجة بصي بقى الفسحة شفت يا عاملة ازاي؟ شفت الوسع اللي فيها والنها بتجدام الضرب البرغة وشاكل الصفرة دي شاكل خشف من تميان حلوة جوي يا ابنا يكريمك ويوسع عليك معاني خرماني يا عدفوني خريب من خيرك يا عميتي وخير عمامي الله خدي حميتي خدي بسميك خدي بسميك شافي عبدالعزيز؟ العميتيك عايزة السفر النهاردة في قطرة اربعة لا تسافر دقيقة وادخل الحمام لا يخرجوا لا تغادم هنا هنالديومين تلاتة شهرة كمان الله واحنا خرب ما ينفعش هو الولد ده هو اللي جايدني على ملوشي سيبوني براحتي ولما يتحسني عبدالرحيم هاجي على طول ولو اني مستعيق عرف وراء ابو تسمى ان ابو مبالي عميتي لا اله الا الله يلا يا عمي هم ايه لقمة جدا خاضر أنا جايب نعم الوقت يا عمي اخدته هلنا اه حاق اعمان دي لو ربنا دي مشاغل بس ها موضوع مهم موضوع حاضر حاضر حاجيلك حاضر مشا سلام موضوع مهم وما يستنياش ربني يسطر عطية عمين يا حج؟ خير ومورني قد ما جاش هنا انا مش موجود قد مين انا ما اخذ حج؟ فوق معايا عطية مهلوب قلول لا يا حج ما جاش هنا بس يعني حج ايوه خلينا في بقى السيدي بقى وانت ماشي طبعا بقبلك بره وتعوده تتودوده اه؟ صراحة هو حاول يا حج بس انا ما ديتلوش ودني اه حج ديل ودني اعمل بقى ايه بس يا حج يعني عايز اقولي حضرتك حاجة هو على طول رجله عند المعلم اندير تونيلا بوشه الاكر انا كل ما افتكره بس اجي اتعاكل من كده وهبقى نفس اعمل اي حاجة فيه ما تحاول يا لا اه تعرفلي كده بيراه عند قنديل ويتودوده في ايه معقر حيكون في ايه يا حج يعني ها؟ في الموضوع ايه يا حج انا برضو بعد اذنك يا حج والشورة شرتك يعني واللي تقوله يمشي كان ليه رأي في الموضوع ده يا حج ما تغنيش علي يا بقى وقول اسمع منه يا حج وهات اخره لا شيخ الوقت خارج من السجن يا حج والشر باين في عنيه طب ما انت اخدت وديت معاه في الكلام اهو اعطيه ما تقولي هادت وادودته في ايه؟ هو يا حج بيقول انه دي يعني مبلغ صغير كده عند الست سناء قبل ما يتسجن مبلغ؟ مبلغ يعني كام يعني؟ ألفين جنيه مثلا؟ لا يا حج خمسة وستين خمسة وستين الف؟ هتعبع؟ تحويشة اللي قاعد يسرق فيها فيها طول ما هو شغال انا غلطان ان انا مبلغتش عنه من الاول مش جايز دي نمرة يا حج عاملها بعد ما خرج من السجن يا خد له قرشين يبدأ بيهم حياته ويحل عننا انت بتقسم عليا هاد انت وهو تقولي خمسة وستين وقالك فاصل بقى في اربعين فانت توصل معايا لخمسة وعشرين وتروح وتقسمه مع بعض اهبى لانا قالها اللي مختوم على القفايا انا يا حج برضو؟ طب قاعد الله يا حج ما حصل وانا مش هفتع مع حضرتك الموضوع ده تاني يا حج سلام يا حج بصير يا المصايب مش لاقي حد تتحدف عليه غيري ولا اي بس يا رب والله يا عظيمة معلم جيزو وبتوحشني وبتوحشك وبتوحشني دا كلتك علينا انت هتشتغلني ولا اي وانالحقته وحشك؟ لا لا بجد مش بشتغلك والله يعني يكفي كلامك المستف مع الزباين يعني ودخلتك علينا وطلتك الحلوة ده ده شابره دلوقتي بقيه بيع مية مية عجيبك كما معي ربنا يخليك معالي منديل ان شاء الله كده بكرا لما ربنا افتح حلقة افتح مون كبير جدا واقام لكل مبينات وخليك تشتغل عندي بنفس المكتب بتاعك انا ماخزة معلم اهلو انا هو ببرة عشان اتخنقتم المحل والجو المقفول ده بنفس المكتب تبقى معايا في نفس المون ونشتغل مع بعض ايه ده؟ ايه؟ ايه ده ايه ده؟ مونوس ايه كده ايه ده انت اعماله؟ ازاي ايه؟ ازاي؟ ارابي ده؟ مالعب مش كنت بتعزي؟ مش روكت عزيتو؟ اه ازاي انفعل انت اعملته ده؟ اه كان عنده حالة وفاق من هنا ازاي ازاي؟ ازاي تجراحه كده؟ مون؟ ازاي تتعيبه كده من جوه؟ مش روكت عزيتو؟ اه انت رعت عزيتو؟ اه اه عزيت؟ سمعت كران؟ اه انا عايز افا انا عز افا انا مش فاهم حاجة هنا في ايه؟ هنا هنا الجمجمة دي العظمة ده فيه هنا مخ؟ لا مخ ايه؟ ده مخ عصفورة مخ عصفورة قد كده هو؟ عيب يا اخي انا عايش عمر اللي فات ببخ عصفورة؟ انت عندك كم سنة؟ مش تتتيش سنة؟ انت ثابت عن تسنة عايش بيه؟ عشان متابل كده؟ ازاي يا اخي عاصم يا ابو؟ مزيك يا ابو؟ يومين يا عزيت؟ يومين ما تضصش على ابوك؟ من الشغل للنوم ومن نوم للشغل؟ انا جاي عشان اسأل ايه كواحد نفس افهم انت جايب التكشير يا دي منين؟ ازاي قادر تستحملها على وشك من صبح لغاية بالليل؟ بقولك ايه؟ منبينا نروح لمراتك للمستشفى وما تغالفرش معايا في الكلام العاقل هو اللي يروح لمراته للمستشفى فاهم؟ مراتي مش في مستشفى حاج مراتي عند ابوها من بارح بالليل معنا اخويا؟ لا انت اللي روحت جبتاه واما رفضت تطلع معاك الشقة راحت عند ابوها واما راحت جبتها ايه وعما رطي صممت تروح عند ابوها انت مش شايف في المكتبة مقفولة؟ ومن ساعتها انت مرحت لهاش ايه هتعمل لنا فيها مقموسة ولا ايه؟ نسيبقاش غنى بقى وانروح نبوس الجنين اللي جابوها؟ لما تعرف ان ليها بيت يا حج تبقى تيجي انا في حاجة مجنناني ان دا ليه ابني مش قادر تفرق بين العساكر اللي في الاسم والمجرمين اللي في الحجز وبين الناس اللي اوه يا غنوة بقى هتغنوها عليها كلكو ولا ايه؟ انا جاية عصابي مشدودة يا حج مش ناقص ياب نفهم بقى مراتك خزرت حملها اللي كان في بطنها ابنك اللي من صلبك فصيرته بسبب ضربك فيها وهو لسه لحم حمدك زنبه في رقابتك كده احسن يا حج مش ناقصين واجع دماغ يعني ايه كده احسن انت ابني مش فهم ابنك انت السبب في انه مات يا حج انت اصلك مش فهم حاجة خالص عمات تتكلم علي عماك طب انا قدامك اهو وبكامل قوايا العقلية فهمني يا اخوي فهمني اذا كان حاجة تتفهمها فهمها اللي ها نم كانت بتحب زيزو قبل ما نتجاوز حاجة وابني اللي ها بتقول عليه من صلبي ما كنتش فهمه ما قدرتش بقى استوعجه لما قلتلي انها عحامل فانت حاجة بقى وقال لهم اروح فقابت في الاسم فقدر معلم زيزو ربانا يخليك يا شافع مشكرية ايه لك عاملين ايه الله يبيبوسوا ديك يا معلم زيزو يا ام انت يبوسوا ده بوهم ربانا يخليهم لك يا رب فاكر ايام زمان يا شافعي مغزن انديل وتقفين الغسلات المضروبة والمبلولة والبلوس لما كبس علينا ايه اللي تسمى ده يا الله ايه انت بتسيح ولا ايه طب الله يا معلم المعلم زيزو ده عصيل من مناسبة معلم انا جيت العزة وعزيتك بس انت بخدش منك مني كان حواليك ناس مهمة كرة قوي شافعي من هنا ايه مظبوط من نصر يا معلم يعني زهان خلاص خليها واحدة بس او زهان طيب المرة اروح مصورة لك عليها طيب يالي سلامة سلامة من حلال شافعي ابن حلال شافعي ايه يا ماذا هنا يا بقى الاسم ده كله مش عازوا باب محلال تأي فرق على ميت الابن حلال تعرفت و الله دولوا الكذين اليان انا بتعكز علیهم ما انا شايف انا كبيرت ول في ايه ايه اشرا من عم اكبرت ايه بس انو بالله شاكلي كم ام اقول اك يا معلم ما انا عايزك تبقى تفهم صاحبك من الواصول اللي هو الكبير اللي بيفهم إنه يعني الزعل ما روش دوا بالعزة لإنه العزة ده واجب هو كده بيصغرلي أخبرك؟ ما فهمه يعني؟ طبعاً 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 إنه عندك حق أهو ده بقى إلا أنك بتديرك في إيه؟ في إيه؟ بقلول خرج بالسجن طب وإحنا من؟ إزاي بقى إحنا من؟ إزا كان الود حكالي عن مضوع اللي بينك وبالسنين وقال لي يعني استغفر الله العظيم يا ربك وكل زمن هل يعني على أبوها لما طبع لكم في الشقة وتقع ساكت؟ بص يا معلم أنا مش هتكسف منك ده الراجل صح فضل علي وأنا كلامك بصراحة هي كانت يعني زي ما تقول بيت حتبني عايزة تخش في سكة جواز وأنا عمري ما سوقت فيها ولا استغلتها ده ما يرضي الله هي اللي أصرت وأنا قلت لها من أول لحظة أنه ما ينفعش إن أنا أقامش في السكة دي ده أخب بالك فهي يعني فضلت تلاح لهم كده خدتني من البيت لحد الشقة اللي هي بتاعة اللي هي كتت مجاوزة فيها ده وكتبت ورقتين عرفي على أساس تراجح دمر أنا بالنسبالي يعني ما كنتش حاسة إن أنا بعمل حاجة غلط بس أنا حاس إن أنا أغلط حالياً أنا حاس إن أنا أغلط وحاس إن أنا ندمته وحاس إن زنباه في القدي ندمان أه ندمان ندمان أه بس الوقت بيقوله إنه ساب فلوس معاه خمسة وستين ألف جنيه هي قبل كده عرضت عليها المبلغ ده مرتين وأنا رفضت بس آخر مرة دي هي رح جاية رميال الفلوس في قلب المحل وجارت زي المجنونة لا في دي بصراحة حقاني والمبلغ ده موجود بالمكسب بتاعه ولو إنت حكمت يعني وحققتني بالفلوس دي أنا مستعدة تقدب بيهم لا إنت كده مية مية بس أنا بتكلم في سنة نفسها أنا خلاص مش عايزة تشيل أهم وفوق أهم كفاء اللي حصل مراتي ماتت سابتلي حتتعيل تهتم من ساعة ما شاف النور بلاد بقى لوبنا أنا زعلن منك يعني ما كناش هنعرف نخدمك زي بالراجل اللي عجزة بيخدمك برضو فيك الخير يا عام والله يا حج والله أنا قلت لها الكلام ده بس يظهر بقى إنها لسه واخد على خطرها من جزها لا لا ظلم اللي هم شكر بعض يا حجة شايفة؟ لسانه بينقط حجرة يلا بقى وأنا حاجب لك واحدة تخدمك وتقعد تحت رجليك وكان على وضع عاصم هحكم عليه ما يدخلش المدة أسبوع البيت لغاية ما يراضيكي وانت بتوقفي ويتأسف ويبص رجلك وراسك لو كان عايزي صالحني كان جالي المستشف بس خلاص عاصم بيع وخلصنا بين الراجل ومراتهم فيش الكلام دوت يلا بقى يا لوبنا بطلي دلعون وشوفيه الدماغ تعالي عودي عندنا يا حبيبتي واسيبيه في الشقة لحد ما يجي ويتأسفي ده البعد جافى يا حبيبتي مجيتك على روص يا حماتي بس ماينفعش بيحبك يا بنتي وانا مقدرش عايش معاي خلوه بقى يبعتلي ورقة الطلق يا مصبتي ايه الكلام اللي بتقولي ده يا لوبنا ايه الكلام ده يا حبيبتي زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف لوبنا بدل ما ارفع قضية حسن ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ معلش يا بابا انا محبتش اقولك عشان انت مش حملة زعة لا بقى الكلام موصلش لحد كده يا لوبنا لا وصل محدش منكو لا شاف ولا سمع اللي هو عملو فيه لو قبلتوا الكلام ده على سنة انا هقبل ما بلاش ما بلاش سريت سمع في الموضوع ده يا بنتي ما هو اتهمني نفس الاتهم اللي بقولك يا عام خليه طلقني احسن بدل ما شاشر عليه وارفع قضية وفي الاخر هكسبها برضو انا روحت المستشفى وخدت تقرير بالله حصل خلينا نمشي بالمعروف ما عندك حق يا بنتي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حج اسكوتي ان غلطان من سياس والرازو اتقربها وسقطها انا ليه بس عندك طلب واحد يا بنتي بلاش اقفلي الباب خليه موارد من يعرف وانت كده مش جاي مم ماشي لا انا شوية كده واقفل وراوح اه يد قاعد معايا اوه ماشا باشا ماشا سلام ماشا سلام يا زيزو اه مش جاي اللي لا انا مش جاي رايح للدوري بيه انا الان على العبدالعزيز قوي ايات الامن ايه مش عارف حاسس ان داخل في سكة كده مش مزموطة سكة مش سكته يعني الدوري بيه وراوان والبزنس وكباب يا عبد برطب ومش عاجبك ووقفت عكسها ايه انا عكس داي انا جعور اه اللي شرع كله شرع عبدالعزيز يعرفه عكس المعافمة دي اللي مرتشة شخيلها عندي شخالي دي افضل في لدك ومد يبقى اهلق يا ابدي الهابلة انت ميلا اصلا ايه انا اللي بصلت بمليونات الشخصية وبعرك جباني ولسه حوصل يا بكر دي انا عديك زعة توسلك بسرعة يلا ابدي الهابلة طيب يا ابدي الهابلة قبل انت ماشي مع بيتك انا مش ماشة مع حد عزيبك طيب دا هقولك سر اللي بحدش في شرع عبدالعزيز تبدي يعرفه سل وانت بقى عندك سل بطلتي بإسامه او ايه انا مش رد عليك انا عدى يا ابن تجذر بقى عشو على بالشعل ازاكي يدو فرسل وششوار وخلابك ابقى فيه عم سداعة انا بقى عرف دوره وشاح الدكية بدادة بعدته اتبا اقولك يا ابا ما تلسحل نفسك بدا ما خلي صابره يلسحلك يلا يا با صابره بالددع ورق انت وابوقي يلا ابنتا ما تعفيت فيه السرعة تاني ايه يا الشاب يلا اني على العبوقي بتتخل في السرعة اوه هتوفك وقفة في السرعة تاني عجبك كده انت هبقفوا منينا اليه كنت فين يا زيزو مكتب المحافظ كلمني من ساعتين وبيسألوا عليك ياباشا اني قلت لسيادك ان انا جاهز لا موجاز كده ما ينفعش نظر يا زيزو الراجل خلص كل الاجراءات ومستني ان انت تروح تدفع بصراحة ربنا يا باشا المبلغ لطلبه المحافظ للبدو ده مبلغ فيه وانا هدفع كده غميدي لا اشوف بدو ولا غيره هو انت مستجده اليه مش كفايا ان ورقك بيخرج كله قانوني متزبط من المحافظة ومعاك تصريح المرافق كلها ده غير كمان انه مش هيبعتك في مكتب الوزير عشان شقتك لبعض بقى هناك في نهاية تيجي تحسبها بصل بخمسة حتى هي بخمسة بصل اه ملحق ده مبلغ كده يا باشا صغير مش قد المقام انت عارف الظروف اياها بقى خليتني معرفش اجيبلي الهنم هدايا ان انت بتعمله ده يا والد؟ عيب كده دي فلوسك يا باشا عيب بقى انه مبصش نوربالي بقى اعمى وقادر انت اخيك كبير وعارف انت عايش عني بلاوة في السياحة وشارع عبدالعزيز ده البتارين ملت الشارع مان اقر لا درايب ولا مرافق ولا حجوزات وقادر يا باشا الناس بتوعك دول لازم يبقوا في ايدك عشان كده لازم تراضيهم وامم الشغل وظبط الشغل طيب يا سيدي شكرا طول عمرة بتفهم في الوصول عجبتك لها بتسياحة بقى؟ والله يا باشا روان سألتنا نفس السؤال وانا قلت لها شغل الموبايلات احسن غلتها اسرع وملموم على قد اليد بعيد بقى عن زن الجرايض ورمي الجتة يمين وشمال فكرتني بالموبايلات خد بقى الشغل اللي بيعمل ملايين من المعلومة انت عارف طبعا ان البلد فتح بابها المنتج الصيني طبعا دي العتبة غير قت ملابس لا والقميس طالع من كيسه للزبون القطعب كام بعشرة جنيل حتى والقمال بيبقى جملة بكهات والمصنع بيكسب فيه كهات تخيل بقى لما الصيني ده يبقى موبايل موبايلات صيني؟ وبنفس مواصفات الاوروب يا باشا يا ابني هو انا قاعد في الحزب بلعب ما انت لازم تيجي بقى وتسجل تواجد وتتعرف عالناس ده راجع معاك الحزب وبقت هناك كمان المعلومة دي هتعمل مليارات وبكرة تشوف يا زيزو وتمنها عندي يا باشا بس نبدأ هتبدأ بس انت عايز تيولة كتيرة جدا لازم تخش بتقولك او لو انت مدخلتش حد تاني هيدخل ايو يا باشا بستك يعني شايف المحافظ بستعجل ازاي؟ ده غير الانشاءات والتجهيز والدكورات والفارش يا سيدي بقولك اتصرف ومش هتندم انا عمري ما اندمت معك يا باشا يبقى تصرف ان شاء الله تخلي يا خوك لي في البنك ده بيزبطك في قرد ولا حاجة اه مناسبة اخوك بقى مالو سيادتك حد اشتكلك؟ اه هو كده فعلا بس ده عشرة على عشرة في البنك يا باشا ومكتهد ده لا لا مش البنك يا زيزو ده هو عامل وسط نت كده ومشارك مع شوية مراحتين بيكلموا وحش على البلد يعني انت عارف طبعا ان انا مدي تعليمات اي حد من دائريتي يندهولوا فيها من الدولة بيودوني خبر انا الاول اسمه جالي مبارح وانا قلت له مستنوا عن ايه يومين بس ايوة بستك انا انا مواغز ده انا عرف ان النت ده ما بيتقفش لا ما هو فيه جهازة عمل اسمه وبحث انترنت يا زيزو وممكن يوبط ولا اي حد خصوصا بقى لم يبقى عامل بلوج ودوانة يعني وحط عليها صورته بقى ويكتب وينتقد وعمل فيها ثوراجي مش كفاية يعنينا الصحافة الصفرة اللي تلعت على حس حرية التعبير والديمقراطية والكلام الفارغ ده كفاية كده يا لا اكلموا يا باش اكلموا طبعا يلغي وسط النت بتاعته دي ويقف المدونة دي فورا العيل دي حتلمه ريب انا عارف بقولك ايه انا مش عايز اي شوشرة اروح اجيبه بقى من وسط الناس والكلام يكتر وملايين بقى اللي احنا بنتفعها في ما شريعنا هتبوص لقى على مكتب النايب العام بسبب جورنان حاقد عايز يكتب فينا ايه تقرير بعد اذنك يا باشا زيزو بالهداوة الناس دول عيندين ودماخهم ناشفاوي وابفتكر معاد المحافظة انها عايز اجي معك وارجع في طائرة نفس اليوم هتجاوز روان انت بقى سيبك منها يا باشا مش فاضلها دي عاملة زي هونسة العنكبوت تاخد غرضها وممكن بعد كده تلدخ وتموت كمان الله غالب يا باشا واليد يا واليد واليد فين يا باشا كان بيلعب على الكمبيوتر بتاعه وبعدين تجله التلافون ميزل خير اجلته وحامده ونيبته طبعا يا تكنت عايز وليد في ايه لا ما تجهلش بالك انا معناك بتعايزه في مشوار مستعلم كده هطلب انا دلوقتي هشوفه فين وراك اعملنا عشوة حلوة بقى انا كمان تفاضل يا ابن احناي انتخابات اتحاد الطالبة اللي تتبقى رئيس الجامعة مع الامن اخويا مش احسن ما يجبولكو المتطرفين متطرفين على النعمة من نعمة رب انت القناة تالتة باوز الدمابك اهو والله بقولك ايه خليك فتجارتك فتسبك للسياسة دي خالص حمار انا العفو يا باشا بس اللي انت بتشوفه للنهار يخليك اكتر واحد عارف ان البلد يعمل زي المركب مخروم عين في بركة فساد الله يخرب بيتك على بات الكلمة اللي انت مش حافظ غير هدي بتاع العالي الخايبة اسمع بقى ايهات انت لازم تقفل الهباب ده وتقفل مدوانة وليد كمان الامن يا اخويا مش بقادي يكون مراقب الانترنت ده ويلوموك انتو كمان يلومونا اقامنوا بنا ايه بس فوق اللي عندهم وبعدهم عندهم حساسية المراقبة ايه عمي احاول ان ابقامي تجمع الفلوس اللي احنا اتكلمنا فيها دى وبعدا بكرا ان شاء الله نتقابل في القرية بتاعاتي اه لها عايزين نخلص بقى احنا خلاص مدوانة واحدة عايزين ندفع عربون ماشي ماشي بامر اللي صحراوي يا عمي طيب مع السلامة مالك انت ومال الهبل ده عائل زغار انت اللي في سنك النهاردة زمانه متجوز ومخلف ومسؤول عن بيت كمان عايز تجوزني يعني؟ أجوزك وأجوز همك هتجوزني مين؟ سناء مثلا؟ أنا آسف يا صاحبي والله ما كنت أقصد عادي يا عم والله العظيمي القافي جات كده خلاص بقى قل لي ازاي ابنت؟ ابني هو ابني دي بقى هو الجرحة كبيرة قيات ما باخده على أدايا كده أحزن تفتكر أمه يعني ماتت وثبتوا لي ماتت في حضن يا قيات ساعات أشم ريحة نفسها هنا نهايته أنا خايف عليك أخويا وخايف على أوليد كمان ممكن على الفساد بص على أنترنت بتاعك وشوف من بيوكلنا ويشربنا ويخلينا نتكلم كده في السياسة بقرية زي ما انت بتعمل مش المركب المخرومة بردو يعني ايه؟ طب ايه رأيك بقى ان انا مش هطلق على حد ما تيهبوس الجزمة مش هتقدر مش هتقدر لأنه وهي في المستشفى خدت تقرير طبي بيقولي ان انت السبب في كل اللي حصل لو قدمته للنيابة هتطلقها غصبا عنك وعن عين أبوك المستشفى دي اللي انت ما رضيتش تتعفر طراب جزمتك انك تروح تزاره عرفت بقى ان الكلام صح عايزت تطلع عشان إخلالها تجاو وتتجاوز الواطي عايب الكلام ده يا عاصم ده مش كلام يا أمه بنتك سناء وأنا بضربها بعد جوازها العرفي من عائل الواطي ده قالت الحياة قالت ان روبنا مراتي كان بتحب الواط ده وانه هما كانوا هتجاوزوا دولة بقى ان انا سبقت وتجاوزتها والنختي كان بتسهير للجوازها عشان يقلالها هتجاو مش هيعزت تطلق ماشي أنا هتطلقها بس وعز جلالة الله لخليها زي البيت الوقف والله هيقرم لها هجيبوا الاسم وهلقوا من رجلو لحد ما يفارق الدنيا امشوا برا هتسيبوا يعمل اللي بيقول عليه ده ابنك ده احنا اللي بوصناه احنا اللي ده اللي عناه كان كل ما يطلب نتديله وكل ما نتديله يطلب اكتر واكتر 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 محتاجين بضاعها يا معلم وعايزين فلوس آآ عايزين اجهزة منزلية ولا محمول اجهزة طبعا يا معلم وانتو شايفين ايه الاجهزة المنزلية نحط فيها فلوس ولا المحمول لا يا معلم الرأي رأيك وصور صورتك طب انا مكبركم معادكم قدامي او لازم تقولولي نعمل ايه يا مواغزة يا معلم احنا طول عمرنا ليه لازبون في الاجهزة والاجهزة ارشاحة لا المحمول اخاف ومكسبه اسرع وبعدين البيجة امعلم يشوفها الجهزة بيشوفها المحمول والعكس بابته صحيح خلاص لما نجيب نبقى نحسبها ساوي سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته مشغول يا معلم يجيلك وقت تاني لا 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 روح انتو قاطر البضاع اللي انتو عايزينها وبعدين هاعد معاكو انك تحاسب مع بعض يا الله بالسلامة فيها يا لابت كلمت صاحبك هكلمهولك بس يقولي المبلغ كام خمسة وستين الف يا معلم ومش هتنزل عنهم الله انت هتنح معايا طب اطلع بره دلوقتي لما كلموا بالتليفون ماشي بس خلي بالك انا باشحت والشيطان قرم يلعب في دماغ انا مالي بقى يلعب في دماغ ونلعب في عينيك اديني فرصة يكلم الراجل ولا بعتك ليه تدفع المساواة يلا استناني بره اطلع ماشي يا معلم يلا حبيبي ايه الخط اه يا زيزي هاي يوم موجودة عندي يا زيزي ومتعصب ومتنرفس وعينيه مطلع شرار طب انا اعمل ايه ايه اه خمسة وستين الف طب انا ادفع اهم له واصحاب الفلوس ارجع ادفع اهم تاني بوتدفعه مرتين ازاي يعني مش فان ايه في التليفون ده افضان طب خلاص سلام بتشعب يا معلم مش عايز اشعب اي حاجة واضي الناطع اللي بره ده واقف عندك عايز ايه بالراحة ليه لواض غلبانه لسه خارج من السجن وعايز ياكل عيش لا مش عايز ياكل عيش ولا حاجة يا قندي انت فاهم كويس قوي اللي فاندي بيقول انه روح عند بنتي خمسة وستين الف جنيه تعرف تقولي لموهم منين الخمسة وستين الف جنيه دول او انت كده قسرت علي بقولك ايه نعم هو فعلا اداها الخمسة وستين الف جنيه نديل يا نديل خلينا نقطع عرق ونسيح دمه عزفهم منين اللي فاندي ده وهو مجوزه بنتي وانا اللي مشووره مدفعش مالليه مبيض ازاي قدر يحوش خمسة وستين الف جنيه من وراي خلاص بقى معلم عشان نقطع فرط ونلتاح اسمع عندي قوله ايه بشراء كده اللي هسنقسها من عظما اخلي الوضع عاصم ابني يحبسه المراتي بقى مسترق او الحاجة لا ارهاب يعني يعيش ويموت في السجن امر يا برك التليفون ده اخدته منك من يومين اتنين بس واول محاطط الشريحة الشركة بعتلي رسالة ان الموبايل مسروق ومتبلغ عنه متبلغ ايه ومسروق ايه الكلام ده مش عندي ده الفاترينة تاني يا حبيبي عند عالي مفيش الكلام ده ماشتغلش في المسروق التكل على الله يا ابا يعني هتينكر ان انا خدت منك التليفون ده ومارضيتش تديني ليه اي ورق بعمرت ما قلتني انه جاء من برا الله طب هو جاي من برا يا عمو انا عامله تحت الفاترينة ولا ايه علبة لو السودة اللي بتتحدف علينا دي وبعدين يعني هو انا مغسل وده من جنة ايه ده بس افاهمك انا بيجي لواحد محترم كده زي حضرتك عايز يبيع جهاز المستعمل باشتري منه ومن غير ورق بيجي واحد تاني برضو محترم زي حضرتك كده عايز يشتري الجهاز بابعهوله وبرده من غير ورق غلطتش عنها اهو طلع مسروف والحكاية بانت اخش انا السجن بسببك وبعدين بقى السجن ايه ما توتدليش بحكاية السجن دي اعمل لك ايه بتعمل لي ايه تاخد تليفونك وتديني تلقي فلوسي وترجعوا الحرام اللي سرقوا منك لا بقول لك ايه حرام وسجن والكلام ده بقول لك يا بركة عشان نخلص كده عشان احنا بنلفلك مع بعض ونجب من الاخر لو انت معاك ورق يثبت ان انا بعتلك الجهاز ده روح اشتكي يا عمو اه انت كده بتنكر طب انا هامشي من هنا حالة انا روح على اسم الموسكي اعملك محضر الله يسألك ايه عمو ايه بلولة تتحدف علينا دي ايه وانت هيا عمش عبر الله معلم زيزو الوقت علي مش في السليم بيشتغل في الشمال يا ريس الشمال؟ مش فهم بيشتغل في المقلوب والمبلول والتلاجات وكل حاجة مضروبة امو انت اللي عرفها الوقت ده لامم شوية اهل سيع وحرمية اسحاب بكره اسحاب ده؟ ايوة بيسرقوا الموبايلات من الناس ويبقوا اهاله يبيعها للناس يعني كده سمعة شارع عب عزيز بتبقى زي الزفت يا ريس اطلع هاني امه بكر روحات الوقت ده حالة عايزه صاحي؟ عايزه نايم روحات الوقت ده مال حاجة ليه؟ وطي على ايني بوسها ده الوقت وما تتكلمش ولا كلمة الاحسن والله العظيمة او ملزقك في الحيط ومال وبوسها الحاجة خيره عليا وما ينكلش غير غرب من الحرام قاعد يالا ماشا معال شوفت؟ اهوردي عنك اهو تكلم بقى كده بالراحة وعلى مهلك بدل ملزقك على افاك خمسة وستين الف جنيه بتلموهم ازاي من شغلك معايا وانت ايدك نظيفة يا بحلول شقايا يا معلم منو انا شغال عالتال في الشارع لحد ما انت دخلتلي السجن يا بلم انسانك لا تعهولك يا لا وفلوسك اللي هما شقاك وحلالك وتعبك زي ما انت بتقوم بتدهم لمراتك ليه زي ما تكون بتتاوي قتير لا لاي لا الله مش مراتي يا معلم يعني الحق علينا مش يلتغمش مع حد تاني هي كلمة واحدة مش عايز لها تاني سرقتلي وانت شغال عندي ولا لا يا بهلوف اه كده بانك للبيتة خلاص اسمع الحاج مش هدفعلك حاجة انا اللي هدفعلك بس مش خمسة وستين الف زي ما انت قلت هم الكامة معلمة هنديل ها هنديله عشرة تلاف جنيه والله العظيم ما ينفع عشرة تلاف جنيه ايه ما ينفعش همعلم ليه ما ينفعش ليه ما ينفعش همعلم عشرة تلاف جنيه لاي الاول يا اخوة حديك اربعين خلاص لو اتكلمت كلمة تانية هارجع للعشرة تانية فاهم ولا ما انتش فاهم سلام عليكم حادث الصوت اهلا انا عايز اعمل محضر ايه هو تسرق منك محمول انت كمان لا انا انضحك علي واشتريت محمول وطلع مسروق اه ما احنا شكالين في المحروق بتاعكو ده ونفعش روح يا ابني ولما تشتري محمول بعد كده بقى اشتريه بورقه كامل يعني ايه ده انا دافع فيه مبلغ كبير ولازم تعمل لي محضر يا ابني قلتلك روح القانون لا يحمل مغفلين انت كمان هتغلط فيا ولا ايه ايه انا مش نقصة الله ايه انا بلوك ايه افتاح تمام يا باشا اقولك انا يا باشا انا اشتريت محمول وطلع مسروق ومش راضي يعمل لي محضر اه محمول ده بقى اكيد اشتريته من شارع عب عزيز ايوة يا فلد تعرف اسم اشتريته منه طبعا يا باشا اسمه علي لا اسمه مش علي اسمه عب عزيز عب عزيز يا عبرحين فاضل بس يا باشا اللي اشتريت منه المحضر كلهم كلهم يقضي اشتريت وحمده ايه القوان بقى ننظف الشارع من العالم الوسخة دي اعمل لي محضر افتاح اطل دعب عزيز ايوة حزارك تبلغوا هات ازني يا باب وحصارك انا بوه تماما باشا اسمك يا دو بطاطة اسم ناصر وبطاطة ايه بطة قادر بطاجة منزل مطلع ايه وطي صوتك وطي صوتك عايز تشتغل في الشرع عايز تشتغل في الشرع لوحدك يعني احنا ملاقولش عيش ولا اعمش عبر مش بتشتغل في المقلوب والمبلول والمسروق وانت مالك يا عم اشتغل صوتك لسه عالي ولا قفل البطوة فتحت هذا شوف يا علي انت عارف كويس ان التليفون صغير مني يوديك ورا الشمس بس كده مشيك على فكرة ولا كتاب علم الادب باسم المعلم زيزو الفصل التاني لما تكلمه تلزم الصد تلزم ايه موسيق في صدرك انت كبرت علينا يا اسطح ماليه كبرت قوي اتكلم عادل يا علي شغل التلت ورقات بتاعك ده ما يعضش معايا ده يوسخ شارع عبدالعزيز بس يا حبيبي ودولة تجار واكل عاش ناس يفرموك يجبوك عالارض انت ودكانك ها ها الزم الصد وصوتك واطي لسهي محرق لسهي محرق ودكانك قبل كده يا اسطح ماشي صف حسابك معانا ولم بدعتك وجردها يا اسطح وشغل المبلول والمسروء انا هاعرف حسبك عليه بعدين ماشي يا اسطح نجرد البضاعة خذ يا عابو فرق خل عليها تلاتين بره ماشي بسودة الله تفعني تم قافية موسيقى